موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي خناة الأهلي في برنامجكم مالك وكتابة ذهبت السكرة وجاءت الفكرة إبراحيم أهلا بك يا مصنص أهلا بكم أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من مالك وكتابة المهندس عاد لغاب وجيب الفكرة أين كان والسكرة وماذا عن الفكرة الحمد لله على السلامة الله يسلمك بداية وحشتونا سنين هي غدا الأيام الحلوة الأيام المبهجة الأيام اللي كلها نجاحات الأيام اللي ما عادة ما عادة منتخبنا القومي هي أيام جميلة بكل المقيس وهنا السكرة الأيام الجميلة الفكرة ماذا سنفعل لإنقاذ الكرة المصرية بداية بداية حنقل أول ديول الفشل الموسم الممتد باقي أربع مباريات لتحديد بطل الدوري العام ومن سيشارك النادي الأهلي في دور الأبطال ومن سيشارك في الكونفدرالي لأن من ناحية النظرية ما زالت زمالك وبيراميد يتنافسه على المركز الثاني على المركز الثاني المركز الرابع المصري كونفدراليه المركز على الأقل لقدر الله الأول والتاني الأهلي دور الأبطال ومن هنا وبعد أن تنتهي يعني زيول الموسم الفاشل ونستكمل الدوري بإذن الله وينجح الأهلي كما يقول المنطق في حظ اللقب بإذن الله نأتي إلى الجد ماذا سنفعل طب وانت يعني هتدخلني كده بسرعة على الموسم اللي جاي والترتيبات مغير ما أقول لك يعني أخبار شغلك إيه أعيز تجرجرني للصفقات وأنا كنت هنا أتكلم عز راح الناس أنا كنت هنا أتكلم الأول في مفهوم الصفقات اللي واخد منحة في منطهر خطورة في السنتين الثلاثة اللي فاتوا وتحولت الصفقات لبطولة الأندية للصفقات التي تؤهل لبطولة العالم للصفقات وأصبح الموضوع مين يكيد مين ومين يغيز مين في حين النادي الأهلي بيشتغل بمفهوم واحد الصفقات هي احتياجات فنية أنت بتستكمل احتياجاتك الفنية تبقى لرؤى فنية تأتيك من الأجهزة الفنية واللجان الفنية والخبراء اللي بيعونوا رئيس النادي في هذه المسألة واعتقد الناس كلها لمست أن الموسم الماضي كان موسم إصلاحي كان موسم إصلاحي بدليل أن أنت وأنت بعيدا تماما عن الدوري أنت الآن تتصدر الدوري إذن نجحت الخطة العلاجية في المسألة من الدوري أن أنت تعود لمكانك استكملنا على ما بدأناه في بداية الموسم بالصفقات في الأماكن التي يحتاجها النادي الأهلي وتكاد تكون صفوف النادي الأهلي مكتملة عايزين نجاود؟ آه نجاود في حدود إيه بقى؟ الاحتياجات الفنية لأن أنت حتى لحد النهاردة أستاذ إبراهيم ما عندك شيء الموسم الجاي هيكمل إزاي؟ هنكمل إزاي ما إحنا؟ 30 ولا 25 زائد 5 من 97 ولا 27 هتتلغي ولا مش هتتلغي وعدد الأجانب وشمال أفريقيا هيتحسب ولا مش هيتحسب مصري أنت ما عندك شيء تفاصيل قد كتيرة مش محسنة المانوال أو الكاتالوج بتاع السنة الجاية اللي هتشتغل عليه صحيح فأصبح الشغل بشكل أنك تكدس الأسماء الكبيرة حيدرك أكتر ما يفيدك أنا بس بقول لأولادنا اللي على سوشال ميديا اللي هم حتى يقول لك إيه البطء 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 إيه؟ ده أنا اللي خلصت بدري وأنا كل ما خلص بدري تحسبني عشان اللي بييجي بعدايا تقولي خلص فلان وخلص علان أنا النهاردة بستكمل على رؤى فنية وأنا بتحسى بالأسوأ إن قيمتي كذا بعد كده لو القيمة فيها بحبوحة يبقى نقدر نتكلم النهاردة إحنا بناخد احتياجاتنا وهتكمل في حدود محدودة جداً في الأماكن اللي الجهاز الفني عايزها مش حدش هيستدرجنا إن احنا نخش معاه في سبق ولا نرد على ناس ناس مشغولة بيه كتر خيرهم خليكم مشغولين بيه أنا بشتغل مش بيه عدلي النادي الأهلي خليك كل ما تعمل حاجة تقولي أصل النادي الأهلي أنا مش فاهم يعني تتحدث عن النادي الأهلي أكثر مما تتحدث عن ناديك كتر خيرك وهو ده طول عمرنا احنا متعودين على كده الناس مشغولة بينا أي وإحنا مشغولين بأنفسنا أي خلاص فأنا بس عابت أقول كده للناس إن احنا أطعنا المرحلة الصعبة الموسم الماضي في التدعمات وأصبح فيه رتوش فيه استكمال للأماكن اللي إحنا عايزينه يوم يجي يقولك ده حياخد فلان وفلان طيب أنا دعمت في الأماكن دي وأنا مش دعمت في خط الوصف هو اللعب اللي بيجي اللعب اللي بيجي أنت جبت ألو ديانج وعمليه عماد فتحي آه حمدي فتح آه حمدي فتح أنت بتكلم حمدي أنا بكلمك على مركز المدافع الأسبوع ده حتى أنت جبت ألو ديانج بالمناسبة بدأ النهاردة التدريب مع الفريق وبدأ ظهوره لأول مرة وبياخد على الكشف الطبي وكل الإجراءات القيد اعتوبر إنه خلاص ده صفقة وجات لا عايزين بعدها هنوعد نجيب هنوعد نجيب يعني طب ومين اللي حيمشوا من مين إحنا عندنا نعم قاله ديانج في الظهور الأول في النادي النهار أحسن من الموع من اللعيب الأجانب هاي هتغامر بقى أنك أنت تجيب لحد ينجح ما ننجحش معاك جبنا احتياجنا آه ده كان احتياجنا وسط مدافع فيه المواصفات والمتابعة قالت إنه عنده الإمكانيات إنه يسدلنا آه في هذا المكان آه مع الصعيدين عندنا صعيدين مدهشين جدا آه ولذلك هو لما خد خد معاه مجموعة في المعسكر عشان يستقر آه على مين اللي حيتصعد من تحت آه وعندنا الجزار شفناه في الستوبر ماشي إزاي وعندنا محمد عبد المنعم شفناه وشفناه العربي بدري شفناه وشفناه غيره غيره وفيه أسماء أنا مش بحثه أنا بديك أمثلة آه وفيه ميشو وفيه فيه استوبر هاي وفيه صلاح آه اللي عيب خطه وسط فهجماعة من فضلكو سيبوا الناس يشتغل خلي عندوكو ثقة آآ في النادي شوية وبلاش نغمة حد حراتكو على قدارتكو لأن بالطريقة دي حنمشي غلط حنضل نفسنا لو فضلت ماشي في سبق في سبق إن أنا أجيب ناس وبعد كده احتروا ديهم فين وسجلهم طب أمشي مين تكتشف إنك ممكن بتمشي حد أنت محتاج له آه لأ العملية فيها حزبة وفيها دقة وفيها خبرة وكل دي وتدعيم بمعنى التدعيم وفيها تدعيم طبعا ها احتياجاتك في الأماكن اللي أنت عايزها مش بدعم كده عشان نغيز حد أنا آه هو مشغول عايز يدي رسائل لجماهيره بتاعك ده مسألة خصه اي مش هعمل زيه اي بس انت بالدعم في الاحتياجات الفنية المباشرة بس كده اه التحاد الكورة كان طلب ترشيح نادي رشا حد للجنة الأندية في التحاد الكورة أو النادي أعتقد رشا حدتك هو الكابت الخطيب بلغني اه بالأمس اي اه وبالمناسبة بقى اي اه ترشيح اه لجنة الأندية ام او حتى ترشيح ما يقال ان في لجنة تعاون مدير الاتحاد ممكن تستمر 13 او سنة وحيكلمه انفنتين وحيكلمه ام الكورة الآن في ملعب الجمعية العمومية والتي يجب ان نطق فيها هذه المرة بشكل مختلف لان الجمعية العمومية شأنها شأن الشعب المصري جمعية العمومية لاتحاد الكورة اه ما في جمعيتين لجنة الأندية هتبقى من من أندية الدوري الممتاز هتختار لجنة الأندية لإدارة المصابقة واعتقد ان هو ده الجواب اللي جيه واللي رشحت بناء عليه تبقى لمعايير معينة حطاها عشان نبدأ نهاجمك بقى الاول نشوف اللجنة هتتكون من مين اي لان كل نادي بيرش حد تمام اذا يعني شرفت بهذا التكليف لا طبعا تعداه قدود لا انا عايد اقول حاجة بس خلي بالك ودي بقى قولها بقى لجمعية العمومية بشكلها العام يعني اللي هي من جزء منها جمعية العمومية بتاعت الدوري الممتاز يا أستاذ إبراهيم أنا تعملت مع معظم الناس اللي في جمعية العمومية العادية اللي هي الكبيرة متين وحاجة نادي والله يصدقني ناس في غاية الاحترام صحيح صحيح كنهم أحيانا تجرفهم العطفة في اتجاهات أو تجرفهم الأسماء البراقة أو مسألة انك انت تيجي تقول لي وعود انت خبيق آه كان زمان تقدر تأثر على الجمعية العمومية وانك تقعد معاه تلات اربعة ايام وطب يعني انك هتستضيفهم يعني لا انا بقول لك من هنا المترشحين اما بيلفوا طب والله الجمعية العمومية هاي اللي بتستضيف المرشحين طبعا لا دي ناس مجالس إدارات الاندية دي في الأقليم ناس محتربة وناس مالية أماكنها وخلي بالك هم دلوقتي جزء من الشعب الذي صدمه صدمه في اختياراته لا في الأداء بتاع كاس العالم وصدمته كانت أكبر اختيارات الجمعية للمجلس مش در تحطها هكده بقى ما تسبدي لا لا مش اختياراته هو اختار وكان عنده أمل كويس ان نحصل تطوير للكرة المصرية التطوير الذي حدث ما كانش اللي صالح الكرة المصرية هنقولي الناس اجتهدت وحاولت تطور لم يكن هذا عملا لصالح الكرة المصرية بدليل أداءنا في كاس العالم احنا المنتخب قبل الأخير وشوفنا ازاي كان فيه فوضى ادارية عارمة في المعسكر وان اللعيبة كانت على سجيتها فيه تفاصيل ما لا انت انا حسينك تكال ثم الصدمة الكبيرة المرادة مش ان احنا مكسبناش البطولة وبس ان احنا مكناش على قدر ثقة الدولة التي أدت كل هذا الأداء المميز وعملت معجزة بكل المقييس وعملت ابهار سواء في المنشآت او في النظام او في الدخول او في الخروج وحطط لنا السيستم اللي حنشتغل عليه ويدينا آمل في عودة الجماهير بطريقة منظمة محكمة ان ان واحنا قلنا ان اللي حيكمل الكلام ده وحيبقى الكريزة بتاعت كل هذا اداءنا في اداءنا ما انت ممكن تاخد بالاسباب وما تكسبش ونقل تمثلك العزل ونسقافلك انت لما روحت الجابون الناس سقافت ليه لان قديت اداء وصلك للفاينال لكن المرة دي تبقى في ملعبك وهذا هو اداءنا من اول يوم انت تشعر ان المريض في غرفة الانعاش ومستني تسمع الخبر المؤلم انعاش انعاش يعني زي بقوله ايه المقدمات تشي بالنتائج كانت المقدمات وما حدث داخل المعسكر اللي ما سمعناش عن اي فرقة تانية حصل فيها هذا الكلام وسطوة اللاعبين واداء مترهل من كابتن الفريق يبقى هو اصبح نفسه يعني متعالي على جماهيره متعالي على قدارته ويجيب جنيب الصلهم ويبرق لهم ايه ده ايه ده ايه ده اتعلمنا منك ايه ولا حاجة وانا مشفق على محمد صلاح لان خسيره اكبر من خسير المنتخب هذي المرة صحية طيب يعني ارجو ان محمد صلاح يلحق يتدرك يرجع لنا محمد صلاح اللي احنا عارفينه بنحبه بنصق فيه بسرعة بسرعة انت قلت حاجة مهمة باشواندس عن الجمعية الامومية الجمعية الامومية للاتحاد الكورة جماعة هي الاندية اللي بتمارس في الكورة كل شوية العدد بيزيد والعدد بيزيد لانه هي اللايحة حطت نقط زي النادي ده او مركز الشباب ده يبقى عوضوا في الجمعية الامومية للاتحاد الكورة لو عنده قطاعات ناشئين بيشارك في كام مسابقة على مستوى الجمهورية او مستوى المنطقة بياخد عدد من النقاط لو بيلعب في دور ممتاز بياخد اعلى من النقاط لو بيلعب درجة تانية بياخد نقاط اقل لو التالتة لو الرابعة وهكذا فلما بيجمع عدد معين من النقاط اللي داخل فيها لو عنده كرة شاطئية لو عنده كرة نسائية لو عنده كرة خماسية كل انشطة الاتحاد ديها عليها درجات فلما بيجمع عدد معين من الدرجات بيتحول إلى هذا النادي أو هذا المركز إلى عضو في الجمعية العمومية حصلت تسهيلات كتيرة من مجلس إدارة الاتحاد المجلس اللي تمت استقالته والمجلس اللي قابليه برضه حصل نوعا من التوسع في قبول أعداد الجمعية العمومية حتى أنه لأنه مش كل شيء ممكن يؤسل بي وإيجابي حسب الأداء أنت بتقول ممارسة الشاطئية وممارسة المشعار في الصلاة وماشي ممكن أنا أقول لك بهدف توسيع القاعدة وده محمود لو أنت عملت النشاط في هذا الاتجاه لكنه لما يبقى نشاط تحيولي توصل لدرجة أنه أندية في الصعيد الصعيد الجواني تتسجل كرة شاطئية يعني ما عندهاش بحر لكن تسجلت كرة شاطئية عشان تاخد الدرجات فتم التحايل ده اللي ظلم القاعدة الفاعلة بقى القاعدة النشطة اللي هي الجمعية العمومية الحقيقية الفاعلة اتظلمت لأنه حصل توسعه طب مين يملك تقويض عدد الجمعية العمومية أو تنقية الجمعية العمومية لا تملكه إلا الجمعية العمومية نفسها الجمعية العمومية هو ده نظام وأخذ عليه موافقة علينا أمام الأمر الواقع فهذه الجمعية بما تضم من مجالس إدارات وعية جدا والقاعدة العامة فيها ناس عندها درجة من الفكر ناس عندها رغبة في إصلاح الكرة ناس عندها كمان خطط للنهوض بالأندية بتاعتها الكلام ده يحتاج منهم أنه لما بيختاروا هيختاروا لما الناس لتقالك هم اللي جابوا دول طب مين اللي كان ضد دول أنا لو في نادي مترشح لألفوا به أنا اخترت ألف لأنه به كان قليل قوي يعني لما تيجي تتكلم هي الفكرة مش تغيير الأفراد فهي الصورة الزهنية عشان خطري بس يعني أصلا إحنا دلوقتي مش عايزين نتكلم في الماضي أكتر من نستوعب دروسه بس يعني معلش عشان خطري إحنا مش هدف تغيير الأفراد بقدر ما تغيير الأفكار الأفكار بالضبط فأنا أعتقد الدرس القاسي اللي خدناه سواء من كاس العالم واستكمل بقصوة أشد في الأمم الإفريقية أعتقد الجمعية العمومية النهاردة النهاردة أصبحت بينها وبين نفسها حاسة بمسؤوليتها وحاسة في الأقلب منهم يعني أن عليهم عب تصحيح مسار كرة القدم بالضبط وعايد أقول حاجة عشان الناس برضو فيه بعد الناس يقولك أصل هم بيسيطروا بالإعانات اللي بيدوها للناس في التوقيتات بتاع الانتخابات أنا توصلت مع عدد منهم وعدد محترم يعني الناس دي عندها أفكار إقتصادية طبعا تغنيهم عن الإعانات اللي بيأهلوا أنه ينجح فينا دي أنه مميز في مميز وعندهم هم بيقولوا نفسهم بقولوا إحنا مش لو دتونا حقنا حق إدارتنا المواردنا مش عايزين إعانات بالضبط وعدد كبير منهم لأنا بص السياسة إذا لم تقم على الإقتصاد قوي فأنت لسه سياسيا بارعا هتضطر تاخد قروض وتضطر تحتاج للناس فاللي بيحاول أنه هو يقوي اللي هو بيسموها التنمية والإقتصاد السليم حاجتين بعد ما بيجيب الفلوس يبقى إدارة الأموال الحاجتين دول مهمين جدا في الإقتصاد في الحرب في إدارة الأندية في إدارة الرياضة أنت لابد أن يكون عندك فكر إقتصادي مستقل وتاخد حقوقك تنيرها صح ولذلك مسئولية هو كان الحرب ضد قيام لجنة الأندية أي طول السنين اللي فاتتهم الجانب الإقتصادي هو الأندية الأندية دي لما تيجو هتقول لك الديني حقوقي قادرها حقوق البس حقوق الرعاية يبقى أنت بتاخد الأسباب من الاتحاد لأن أنت اللي حتدينه نسبة بقى أنت زي ما بيحصل في إنجلترا لجنة الأندية المحترفين بتدير بتدي ثلاثة في المئة للاتحاد دعما للاتحاد عشانه تدير أنشطة أخرى فكان هي المقابل لذلك أنا أي حد من الزملاء من المترشحين فليكن الشغل الشاغل إدارة المسابقات دي أسهل حاجة يا جماعة والله أسهل حاجة إذا إذا عقدنا العزم وصدقة النية والإرادة نقدر نعمل مسابقة محترمة ما يتغيرش فيها غير إذا كان فيه تاريخ أو اتنين تبقى لتقدم الأندية والمتخبات في المشاوير الإفريقية لكن الإرادة إنك أنت تاخد اقصادياتك في دك ثم تدير الأموال بعدالة بعدالة وكفاءة لكل لصالع جميع الأندية إذن هذه الأندية المحترمة في كل الأقليم بمجالس إدارتها لا تعطوهم السمك الدوم السنرة الشبك الدوم السنرة وهم هيصطادوا وهم مهرة أما فكرة بقى إن أنا أصدر صورة سلبية على إن الجماعة العمومية في عمومها بيتم التأثير عليها سلبا لا هي المناخ العام ما بيفرزش مرشحين أكتر من كده في حالة من انسداد الشرايين الإدارية في كرة القدر ليه ليه فيه ناس كويسة بس ما بتترشحش بتترشح ومش بتجد المساعدة أنا أقول لك ثلاثة أربعة أسماء دلوقتي أنا عمالي بفكر فين الأستاذ مجل نجاتي بيترشحش راجل محترق يترشح ومش لأنه ما لقاش الإرادة في الإصلاح فين الأستاذ الشريف حبيب فين المهندس شريف حبيب المهندس شريف حبيب ما هدي ناس عمدها خبرات فين محمد حسين عثمان راجل عنده خبرات جمدة جدا في إدارة المسابقات الناس دي موجودة إذن نوع من التسليك لشرايين أنا بدي أمثلة الإدارة في الكرة المصرية هتفرز وهتدخل كثير من الأسماء الجديدة بالأفكار الجديدة لأن الفكرة مش في الأشخاص الفكرة في الأفكار فأنا أتمنى أنه خروج مصر من وأنديت الشرطة والجيش عندها أسماء محترم يساعد على أن احنا باستمرار يحدث هذا التطوير في الأفكار ونشوف بإذن الله الفترة الجاية جمعية عمومية نشطة وفعالة وكل مجالس إدارات أنديتها ومراكز الشباب الأعضاء فيها يكون عندهم هذا الحرص على فعلا المزيد من الدفع بعناصر جديد وياريت يبقى الشغل الشغل الإعلامي يا أستاذ إبراهيم فترة الجاية والبرامج والخبراء هو مطلوب قيم الاتحاد اللي جاي إيه المنهج مش عايزين عنوين تتوير لا اعملوا كذا اعملوا كذا يعني أنا واحد من الناس شايف أن الجمع بين الإعلام والمتحد الكرة غلط شايف طبعا شايف أن السياسة والرياضة ما يتزوجوش عشان أنت إذا كنت عايز تراقب لازم تستقل صحيح طبعا فوقي ما تبقاش أين ما تبقاش جوه صحيح دي كلها معاني فيه كتير فيه كتير نتمنى أن نحن ابتداء من السبت لأنه في تصوري أنه بمجرد ما يزل ستار على الكانب إذن الله تعالى مساء غد وبمجرد ما مصر تسلم عالم كأس الأمم الأفريقية للكاميرون اللي هي هتنظم الدورة الجاية وبمجرد ما مصر تودع ضيوفها وأشقائها من اللي شرفوا حضور دورة أو كأس الأمم الأفريقية إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية يلهم ربنا المسؤولين الصواب في الدفع بعناصر جديدة بأفكار جديدة لأن الكرة القدم وتتعاون مع بعضها مش تتنافس نشاط إنساني يستحق الكثير من الاهتمام هذا التأثير الكبير جدا لكرة القدم أعتقد يدفع الجميع لضرورة الاهتمام بتطوير حقيقي لكرة القدم مصر اللي أنجزت وأبهرت العالم ببنية تحتية كلود لورو الفرنسي الرحالة الفرنسي اللي طاف كل أرجاء القرى ودرب الكثير من منتخباتها في خلال نصف قرن تقريبا الرجل لما تكلم على الملاعب المصرية قال أنا انبهرت أنا لم أكن أتصور أبدا أنا جاي وعارف مصر وجمال مصر ومناخ مصر لكن عمر ما تخيلت إن أفريقيا يكون فيها ملاعب بهذا الجمال بالسرعة دي ملاعب بهذا الجمال وهذا المستوى الرجل نفسه كلود لورو قالك ما كنتش أتخيل أبدا ربح مجر النجم الجزائر الكبير أسطورة الجزائر واللي فاز مع بورتو البرتغالي من قبل بدور أبطال أوروبا في حوار له النهاردة في الأخبار رجل بيتكلم على إنه اللي عملها مصر ده غير طبيعي وبيتكلم بيقولك إيه ده إيه مستوى الفنادق الفخمة جدا والإقامة الهيلة جدا تعرف الله وحالة التأمين وحالة الملاعب إنت لو عملت مئات الملايين من الدولارات للدعاية السياحية مش هتنجح زي للدورة دي ما نجحت صحيح فعشان كده وحتى النهاردة مؤتمر الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي خارج أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي بيوجه كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وللدولة المصرية على احتضانها البطولة اللي مصر رهنت عليها في وقت صعب جدا عارفين يعني إيه مصر تتصدر لاستضافة البطولة قبل ست شهور أو أقل من ست شهور من إقامتها الكاميرون كانت تعثرت في إنشاء الملاعب الاتحاد الأفريقي عنده ثقة في مصر مصر وهي تترأس الاتحاد الأفريقي في الدورة الحالية أخذت على عاتقها إنقاذ هذه البطولة اللي مصر كانت صحبة فكرتها ورعايتها سنة سبعة وخمسين وقت ما مصر بدأت ترعى هذه البطولة بأهداف رعاية التحرر والاستقلال في القرى وقت الرئيس جمال عبد الناصر ترجع مصر في 2019 وتحت رئاسة الرئيس عفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي وهي تحمل لواء تنمية ورخاء القرى الأفريقية لا ده ده استراتيجية مختلفة وجديدة وهتبقى لصالح الجمال هو كده عايز تكسب اشتغل وين وين اشتغل وين ناس تكسب معاك ده زكاء ده استراتيجية وده اللي أنا بقوله اللي هيشتغل عشان يبقى شاطر ويكسب ده هو ده الخايد فما تفعله مصر الآن هي بتقوم بدورها الرائد في يعني احتضان التنمية في أفريقيا وده المعانة اللي تكلم عنها الكابتل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في حضوره اليوم حفل قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية الدورة الجديدة الكاميرون عشرين واحد وعشرين قال كابتل خطيب في التصريحات التليفزيونية انه مصر أبهرت العالم كله مصر استضافت البطولة بتنظيم رائع جدا وجه الشكر والامتنان والثناء لكل من ساهم في رسم هذه الصورة الطيبة جدا واللائقة بمصر الحضور في هذا المؤتمر حتى انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لما تكلم على انه بيهن مصر على هذا التنظيم الرائع جدا وبيأكد على انه كرة القدم في أفريقيا من خلال بطولة الكان 2019 خطط خطوات كبيرة في اقامة البطولات الكبيرة هي دي مصر وهي دي أفريقيا لما مصر ترجع تقوم بدورها الكبير والمحوري والتاريخي في هذه القارة السمراء اللي ظلمها الاستعمار طويلا رئيس الاتحاد الافريقي النهاردة أعلن كمان بعض القرارات يمكن تم توقيع اتفاقية المقر كانوا بيتكلموا على انه هم هياخدوا ارض في مصر عشان يعملوا عليها بعض المنشآت الخاصة بالكاف واكد رئيس الاتحاد الافريقي على رفض اسرة كرة القدم الافريقية اي كلام عن نقل المقر من القاهرة لهم بعض المطالب في صيغة التعامل مع اعضاء هذه الهاية القرية امور بيتم الاتفاق عليها لانه كان حاضر كمان الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لكن رئيس الاتحاد الافريقي اعلن عن ثلاث نقاط مهمين من خلال هذا الاجتماع النقطة الاولى انه ودي النقطة بتاعت السياحة لحدك تكلمت عليها انه حفل اساطير القارة وتسليم جوائز احسن لعب والقرى الزهبية في افريقيا عن 2019 هيقوم في الغرداء مطلع العام المقبل فالغرداء هتستضيف هذا الحفل اللي كان بيقام من قبل في السنغال وفي جوهانسبرج هيقام في الغرداء مطلع العام الجديد علشان يكون كل اساطير القرى الافريقية ونجوم القرى السمراء وتسليم القرى الزهبية هيكون من خلال حفل كبير هيقام في الغرداء العام المقبل او بداية العام المقبل عن جوايز هذا العام ان شاء الله دي كانت مسألة في السياحة الرياضية مهمة جدا لكن كمان اعلن عن تعديل نظام نهائي دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية الناس خادوا درس من الخناقة بتاعت التراج والوداد وكل المشاكل اللي بتحصل في الزهاب والاياب فقال لك لما بالمرة نعمل زي اوروبا نهائي دوري ابطال افريقيا يبقى مباراة واحدة على الارض محايدة ونهائي الكونفدرالية وده بتعلم التعصب اوستاذ برايم والله يزدقني يعني هو بس كانت غريبة جدا عشان الاهل والزمالك راحوا لعبوا في جونز بيرج لا كانت سوبر كانت مباراة سوبر فكرة انا انا شايفها صح اه بشكل عام يعني طب ترشح تطلع برا القرى ولا داخل القرى حسب الظروف والله لو عاد تسوي داخل القرى هيبى فيها صعوبات في ايه انت المفترض بتسمي اسم الدولة اللي هتستضيف مسبقا عشان ما تبقاش منحاز انت منتاش عارف مين اللي هيطلع طب لو داخل القرى هتختار بناءنا على اطراف النهائي رحا اديدي اخي اه اه تلت اه دول حد التلت دول في كل حاجة ليه حالة سوزب رهيب يعني لو الفرق من حتة الفلانية ما هو انت عتيجي تقول لي هتتحط الاولوة هت لا يعني لو الطرفين من شمال افريقي هتدخل في الحظر الجغرافي بمعنى انك انت ايوة لو الطرفين من شمال افريقي هتروح للغرب او هتروح للجنوب ايوة طيب ولو حد من الشمال مع حد من الجنوب هتروح فين هتبع انت مصر مثلا هتلعب الفاينال الاهلي وفريق من جنوب افريقي لما تيجي تقول هلعب في تونس او هلعب في الجزائر تلعب في البلد الجنوب هيستقل تلعب بلد وسط حتى في التراه ما ربما تحديد دولة واحدة هيخليك تروح اسيا او اوروبا وتبعد عن اي والله اذا كانت فكرتها تسويقيا وتضمن حضور جماهيري ليه افريقيا ما تسويقش نفسها خارج حدود ليه لا ربما يكون دعائيا افضل كمان طيب كمان قرار الاتحاد زي ما قلتلكوا في خصوص النهائي لكن كمان اعلنوا ارعت تصفيات كأس الامم الافريقية الجاية كأس الامم الافريقية اللي جاية النهايات زي ما قلتلكوا هتقام في الكاميرون والكاميرون عوضا عن البطولة اللي مصر اخدتها في عشرين واحد وعشرين الكاميرون اعتذرت عشان تعصروا الملف فبالتالي هترجع تكون كملة استدادتها وتستضيف الدورة اللي جاية طب مين اللي حيشارك في الدورة الجاية؟ حفيد دراجي انه له التصريح النهار ده كنت بتقول لي عليه مين؟ دراجي حفيز دراجي قال ايه؟ قالك احراجت من جاء بعدك للتنظيم يا مصر حوار مهم ليه في الاخبار بكرة قالك مصر احراجت كل من سينظم بعدها لانه محدش هيقدر يوصل لهذا المستوى العالي جدا من الملاعب ومن الفنادق ومن التأمين ومن الجماهير ومن كل مقاومات البطولة مصر فعلا وده يعني كل القائمين على هذا الملف يستحقوا كل الشكر من كل مصر الحية ان انت تحط مصر في هذه المكانة اللائقة جدا بيها وتكون وحجم الكوادر والخبرات يا ابراهيم مكان فخر واعتزاز كل اشقاءها العرب والافرقة دي مسألة تستوجب فعلا كلمات الشكر لا تكفي معها لكل القائمين على هذا التنظيم تجهيز الملاعب وقت قياسي وصعب جدا بهذه الرواع كلمة واحدة هي وراء كل نجاح كل شيء عندما تتوافر الارادة كان فيه ارادة ان ينجح الامر في ارادة ان احنا نخلق في ارادة ان احنا نقدم النموذج المشرف كل الناس كان عندها ارادة الفوز والناصر والانتصار الى المنتخب هنجيلك للمنتخب لكنه بمناسبة المنتخب مصر بقى في القرعة الجديدة قرعة التصفيات البطولة اللي جاية اللي ان شاء الله نسافرها واحنا احسن حاليا رب وقعنا فيه المجموعة السبعة كل افريقيا عملت اه اتنشر مجموعة كل مجموعة فيها اربع فرق هيصعد الاول والتاني للنهايات للكاميرا بشكل مباشر فمصر ويعت فيه المجموعة السبعة معاها كينيا وتوجو وجزر القمر دور الاربعة ان شاء الله المجموعة الاولى تضمت مال وغينيا وناميبيا واللي حيفوز من ليبيريا وتشاد ماتش لسه ما تلعبش المجموعة التانية فيها بوركينيا فاسو اوغندا وملاوي والفائز من جنوب السودان وسيشل المجموعة التالتة فيها غانا وجنوب افريقيا والسودان والفائز من موريشيا وساو تومي غانا وجنوب افريقيا فراسهم ربنا يوطع السودان ان شاء الله المجموعة الرابعة فيها الكونغو الديمقراطية والجابون وانجولا والفائز من جيبوتي وجنبيا المجموعة الخامسة فيها المغرب وموريتانيا وافريقيا الوسطى وبروندي المجموعة السادسة فيها الكاميرون والرأس الاخضر وموزنبيق ورواندا يعني الكاميرون يعني انت بتلعب وهي ضمن حضورها فهتصعد اللي بعديها المجموعة السابعة قلتلكم مصر وكينيا وتوجو وجزر القمر نظريا مصر والمقعد نبيل كينيا وتوجو انا معرفش جزر القمر طبعا دي غمضة بالنسبة لي لكن توجو لا توجو بالسلامة قوية توجو بالسلامة المجموعة التامنة برضو قوية لان فيها الجزائر وزنبيا وزنبابوي وبوتسوانا المجموعة التاسعة فيها السنغال وجمهورة الكنغو برازافيل وغينيا بيساو وسواتيني والمجموعة العاشرة تونس وليبيا زي ما المغرب استضمت مع موريتاريا تونس بتستضم مع ليبيا ومعهم كمان تنزانيا وغينيا الاستوائية جمدة المجموعة الحداشر برضو مش سهلة أبدا فيها كودوفور ومدغشقر والنيجر وإسيوبيا جمدة المجموعة الاثناشر فيها نيجيريا وبنين وسيراليون وليسوتو نيجيريا وبنين وسيراليون ما سهلة مش سهلة طيب ده الأرعى بتاعة البطولة اللي جاية مصر معها زي ما قلتلكوا كينيا وتوجو وجزر القمر فبإذن الله واحدة واحدة نتمكن ان احنا الاول نجيب التحاد كورة صح يتمكن يجيب منتخب صح يتمكن يجيب منتخب بلعيبة صح هذين مرة نشتغل بدون حسابات يا اخواني نشتغل يبقى الشغل المصري بدون حسابات هنفتح ملف في المنتخب لأنه خلاص ما عادش ينفع إلا أن احنا نتكلم بكل الصراحة والوضوح حفاظا على مسيرة وقادم المنتخب الوطني الأهلي بعد ما رجع من معسكره في أسبانيا بدل استعداد الجدي لأسبوع حسم الدوري الأسبوع المهم جداً اللي حيبدأ يوم الحد الزمالك هيلعب مع الجونة في الجونة يوم الحد يوم الأربع الأهلي والمقاولين في برج العرب والزمالك هيلعب الإسماعيلي في نفسه اليوم يوم الأربع الحد اللي جاي بعديه الأهلي والزمالك إذن ده من الحد للحد حسم هذا الموسم الصعب جداً والاستثنائي اللي فضل اتحاد الكوري يقول لنا سكوته ده موسم استثنائي ده طلع استثنائي قوي طلع استثنائي قوي إن التحدي ينظم بطولة بهذا الشكل وهذه الروعة ويخرج من دوره 16 ده الاستثنائي هذا الأسبوع أو هذا الموسم يحسن في هذا الأسبوع الآلي بدل استعداد الجد لهذه المواجهات الصعبة بكرة الجمعة الساعة 6 مساءً هيلعب مباراة ودية مع فريق البلاستيك علشان الجهاز يطمئن على آخر مواصلة إلهي اللعبون من الحالة البدنية استعداداً لمباراة المقاولينة باشمانتس شوف الحسابات اتقلت مئة مرة وشكلها كلها ستقود البطولة توحصاً في آخر مباراة إذا حصل مفاجئات فجع نتمنى النادي الأهلي أنه يحسن أمره بأمره كما يعني يبقى مصيره في إيده وأنه يحقق هذا اللقب اللي حيبقى له معنى كبير جداً هادي المرح ده درع التحدي ده درع التحدي لفريق كان الناس بتتكلم عليه إلحق ده في المركز معرفش الكام ده تأخر بـ 17 بنت وحجم الضغوط اللي تعرض لها الفريق وحجم الحروب اللي مورست ضد الأهلي الإدارة والجهاز واللعبين أعتقد كلك وتابعتوها من شتى الطرق ومختلف الأفراد بحملات ممنهجة وممولة لإعاقة وعرقلة الأهلي إدارة ولعبين فإن الأهلي يستعيد قوته ويستعيد عفيته ويصل للصدارة ويكون قبق أوسين أو أدنى إن شاء الله من بطولة الدوري فده الإنجاز الاستثناء ياتحاد الكورة ده الاستثناء بجدد يا رب يا رب يا رب فبإذن الله يتمكن من حسب هذا الموسم جاز الفن النهاردة خصص التدريبات في جانب منها لفقرة للتصويبات والتزديد من الخارج كأحد الحلول ممكن نقول حاجة من دلوقتي ماتش الآل وزمالك حيكون بحكام أجانب بإذن الله ممكن يجبوهم لنا بقى من دولة من الخمس دول دول إيطاليا ألمانيا أسبانيا أنجلترا فرنسا ممكن عايز تحط عليه مبلجيك أحط إنما مترحش تجيب لي بقى التشكيلة اللي إنت عملت المشيلي بقى الدوري من في الفترة الأخرانية دي بنقولها من دلوقتي الوقتي كافي موضوع مش زاريا مش هيتقبل للطبيق ده كالي لا لا هو بيقول وجيه أحمد دلوقتي بقى نتمنى له للتوفيق لا هو جمال آآ عصام عفتاح مسير لللجنة موجود مازال لا سمعنا إن وجيه هو وجيه كده كده موجود في اللجنة لا إنه بقى رئيس اللجنة كلام ده كتب من أسبوع اتأكدونا يا جماعة من النقطة دي تفعيل دور وجيه طيب مؤمن زكريا كمان العقد للأهل بعد إعارة الموسم الماضي في السعودية خضع لبعض التدريبات البدنية النهاردة في الجيمانيزيا مع هامش المران وبيستعد تعارفين هم مش مقيد مؤمن مش مسجل في قائمة الموسم الحالي للأسف بنقول الحالي والناس بتستعد للموسم اللي جاي فدي تدريبات استعدادا للموسم الماضي ده عبث الجبلية فبيواصل مؤمن تجهيزه إن شاء الله للفترة اللي جاية زي ما قالو ديانج اللعب المالي الجديد دخل في التدريبات علشان يستعد أيضا للموسم اللي جاي في بحوصات طبية خضع لها أليو ديانج مرت اللي صارت المدير الفني عمل جلسة مطولة مع الجهاز المعاون عشان يحط النقاط النهائية في الاستعداد لإسبوع الحسم إن شاء الله ما هو طبعا إنت بتخش إسبوع الحسم وعندك تحدي تاني أخطر القوائم المحلية والإفريقية يعني عيب عندك يومين عشان تعمل الكلام ده رمضان صبح اللي قال جدد استعارته من نديه الإنجليزي خضع لفحص طبي النهاردة كان بيشتك رمضان من بعض الألام الخفيفة في العضلة الضمة فضل الجهاز الفني إراحته علشان يبدأ يجهزه للمرحلة الجاية ومرت اللي صارت المدير الفني تسلم تقرير تفصيلي عن حالة اللعيبة المصابة واللي راجعين من الإصابات أنتوا عارفين فيه لسه في قائمة المصابين أو في مستشفى الأهلي محمد محمود وسعد سمير وكريم ندفد وشريف إكرامي سعد كان تعالج بجراحة من قطع في الرباط الداخلي والخاريجي للرجبة وكان فيه قطع جزي أيضا في الرباط الصليبي الخلفي كريم ندفد أجريت لي جراحة لاستقصال غضروف الرجبة محمد محمود كان أجريت لي جراحة نجاحها في الرباط الصليبي رمضان صبحي زي ما قلتلكم عنده ألام خفيفة في العضلة الضمة وكريم ندفد اللعب اللعب الوسط الجوكر المهم الحياة بيقدم المراحل المتقدمة في البرنامج التأهيلة علشان يتم تجهيزه للفترة اللي جاي إن شاء الله يعني لو كريم ندفد يؤدي الأداء بتعمل الموسم الماضي عندك كمان لعبه جوكره في أكتر من مركز تقدر تستفيد آه إضافة قوية حمد فتحي الإضافة المميزة في خط الوسط له حوار مهم الحياة لما يكون موجود في الفريق ولسه ما خدش أي بطولة معاه وتلاو عنده هذا التعطش لأحراز بطولات يعرفوا إنه هو ده النهم الأهلاوي اللي بيحقق البطولات إنه نفسه يرفع درع الدوري مع الأهلي فبيتكلم عن إنه وهو كان الأهلي بعيد عن الصدارة كان بيسمع إن الأهلي بيقدر يكتاز كل الصعوبات ويرجع بيقول إن أنا ما كنتش مسدق وأنا برى المشهد إنه لا نقدر نعمل ده فأنا بقيت عندي ثقة كبيرة جداً بالروح اللي أنا شايفها من زميلي إنه نحن هنقدر بإذن الله نحتفظ بدرع الدوري ونكسب كاس مصر ونكسب البطولة الأفريقية اللي بيعتبرها حمد فتحي هدف كبير له وكل زميله عشان يروحوا من خلالها كأس العالم للأندية وده الهدف الكبير المرصود بإذن الله عن أفضل اللعيبة اللي بينفسوه في خط الوسط المدافع قال الأهلي غني جداً باللعيبة الكبيرة كابتن حساب عشور وكابتن عام رسولية وهشان محمد واللعب الصعد عربي بدر وده أحد التدعمات الشابة القوية جداً في وسط الملعب قال حمد فتح إن كل لعب بيجتهد وما بيبخالش بأي عرق على الفرع وفي النهاية الأفضل والأنسب حسب الجهاز الفني بيلعب قال إنه سعيد للغاية بإشادة الجماهير وتقبل جماهير الآلبي وقال إنه ده بيحقله دفع معنوية كبيرة جداً لتقديم أفضل الحلول للنادي الآلي في المرحلة اللي جاية طبعاً ده أحد اللعبين اللي الناس حط عليها أمال كبيرة أمال كبيرة وحطين يعني ثقة يعني ما أنت ممكن تحط أملك في حد ونت متوغوش إنما هو قدر يكتسب ثقة المهير والجهاز الفني وحتى خبراء الكورة بيقولك إن ده مشروع لاعب خط وسط كويس جداً إن شاء الله الآهل بيوصل اختبارات النشئين لليوم الخامس على التوالي الخميس شاهد اختبار موليد 2008 و2009 و2010 برز عدد كبير من اللعب المتميزة فترة التصفية النهائية لموليد 2008 و2009 و2010 هتكون يوم السبت من الساعة الثمانية الصبح بيتم خلالها انتقاء أفضل للعناصر من بين اللعبين المتميزين بتستكمل اختبارات النشئين الحد والاثنين والثلاث واحد وعشرين واثنين وعشرين وثلاثة وعشرين يوليو بالنسبة لموليد 2003 و2004 و2005 هيخصص الأربعة والخميس المقبلين 24 و25 موعداً لموليد 2002 هتستمر عملية بيع الاستمارات خلال أيام الاختبارات أمام بوابات النادي في مدينة نصر وأعتقد دي فرصة لكل النشئين الموهوبين ناس كتيرة بتكلم في عمليات الانتقاء يا جماعة العدد كبير وفي فرق لهذه الأعمار موجودة يعني يقولك أنا ابني عنده 15 سنة وموهوب جداً أيو صحيح أيوة عدي حسابين بس أنا عندي خمسة وعشرين لعب متسجل في السن ده عندهم 15 سنة يعني تقريباً بقالهم 6-7 سنين في رعاية واهتمام ومتابعة وتدريب أنا مش هدخل واحد ما كان واحد إلا لو كان اللي جاي أحسن من اللي موجود فبالتالي بتحصل في النهاية تدريبات مقارنة بين كل العناصر وبتختار الأفضل فأنا أتمنى لكل النشئين الموهوبين إن شاء الله ياخدوا فرصهم ونصيحتي لكل أب ابنك موهوب خليه يستمر في لعب الكورة ما لقاش فرصة يروح الأهلي يفضل يلعب كورة باستمرار لأنه حيتنام مهارته وحيلعب في الأهلي وحاق أمل وحاق طموحه ولو رجعته كل مسيرة اللعيبة الكبار هتلاقيهم راحوا لاختبارات في محاولة واثنين وثلاثة فرصهم مش مربوضة دلوقتي كان بيحكي إنه قاعد ثلاث يام يروح محدش بيبص عليه في النهاية المالك حد ما الكابتن بحر قال له أنت بتيجي بتعمل إيه كل يوم بشايفك كده كان من خلاص واخد بعض وماشي قال له أنا من كفر الضوار وعايز أجي ألعبه فالإصرار الإصرار واللعب للأهلي يعني رغبة وأمل وهدف وحلم لكل الناشئين ولكل الأسر فإن شاء الله ربنا وفقهم فإنه يحققوا ده ويلعبوا للأهلي حبيب الملايين للأهلي حبيب الملايين كان حبيب عبد الحليم حافظ وفجأك بأغنية غناء العندليم في حفل كبير عقد في النادي الآلي في مايو ألف تسعمائة اتنين وستين ستة وستين ألف تسعمائة ستة وستين حبيبها غنالها عبد الحليم حافظ نسمعها وهو بيحييهم كمان بص شوف الأهلي بيعمل إيه ومنها لفصل دلوقتي بقى هقول لكو تاني كل السنة وانتوا طيبين وابن النادي الأهلي حيقدم لكو النمرة الجاية اللي هي أحسن نمرة في البرنامج دلوقتي كل السنة وحنا طيبين وكل السنة وحنا ناخد الكاس والدور على طول المفاجأة الكبيرة حبيبنا حبيب الملايين عبد الحليم حافظ اشتركوا في القناة شوف والاستاذ علي اسمعيل هلاو مرضو اشتركوا في القناة 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 حفاوة وتكريم وتنظيم دقيق وتأمين تستحق مصر جذب لاهتمام ولفت للانظار وتأكيد وترسيخ لصورة تستحقها مصر ثم فرقة كرة لا يليق بالكرة المصرية نتائج ومردود وكلام فارق وتصرفات عن قيمة وتصرفات اهم من كل ده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وحالة اشتركوا في القناة عنها المهندس هاني ابو ريدا ده وضوح ولفت النظر ليها بس كمان الكلام في تفاصيله في نقاط كتيرة خطيرة باش منظم أستاذ ابراهيم المسألة واضحة لكن تعالي نتكلم على فكرة ان المداري بيطلع يقول للرأي العام انا مبارح عجبني جدا كلام قاله الكابتن جمال عبد الحميد في النقطة دي حقيقة يعني قال انا كنت اتمنى ان الكابتن هاني رمزي وله كل هذه الملاحظات يضمنها تقرير ويرفعه لاتحاد الكرة يعني بدل ما يطلع يقوله في حوار صحفي يبقى تقرير تقريره ومشاهدته وهو بقى رئيس الاتحاد او القائم بقى اعمال رئيس الاتحاد عايز يعلنه وعايز يطلعه للرأي العام يعني فهم انما يبقى هو ده الدور الصح المسؤول لكن هو ممكن يكون صعب عليه نفسه ان هو نبه 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 وبيقول انا نبهت رئيس الاتحاد ما يقدرش يدعي في هذا يعني بغير حقيقة اللي نحيطلع رئيس الاتحاد يقولك ما حصلش ببساطة يعني اي فولا انا قلت الرئيس الاتحاد هو دي كمان يعني لما يبقى في حد في جهاز الفني من بدري بيقولك على سلبيات كان ينبغى ان يحدث تدخل وهنا تا مش بتدخل في صميم عمل فني ده تا بتدخل في صميم عمل اداري سوء الادارة للمنتخب هي سبب سوء النتائج سواء في كأس العالم سواء هنا في كأس الامم او في اي شيء اخر اما اللعيب ينتقد قرار نوصي بقى لرئيس الاتحاد ويطلع يعاير الجمهور اللي جاب جون ويعمل لهم باستهزاء تاني يعمل لهم باستهزاء انا مش سامع يعني اهتفوا يعني الكلام ده يا ابراهيم دفع وانا قلت لك وقلناه هنا دفع باليأس اليه والمشهد بتاع الاعلانات وطريقتها ام تعلقنا عليه قبل البطولة او اثناء البطولة صحية فكانت النتيجة انك شوفنا حتى في الاعلانات منتهى منتهى الخزلان نبقى الناس مجهزة اعتذار معلب لما حنفشل حنقول ايه لا حد قابض ثمن اعتذار هزمته ما انا بقولك يبقى هو زال منشار طالع واكل ونازل واكل بالضبط بالضبط كل ده يعني يعني ولذلك انا بقولك المرحلة اللي جاية لا مرحلة تقيلة قوي لان الناس زي ما لا حستش اه فعلا بتغيير في السياسات هتبقى مشكلة كبيرة طيب اللي جايدة ليه اللي جايدة من كلام الكابتن هاني رمزي وهو كلام كاشف كاسف وليته ناسف ايضا يعني يا رب يكون ده ناسف لهذا الاوضاع اللي كانت نتاج تولية اهل السقة انت جبت ناس مسكت الفرقة ليه وكيل لعبين جاب لك مدرب هو وكيله وتكتشف انه هو الوكيل المدرب هو وكيل 14 لاعب تقارير اعلامية في المتعاقب تحدثت كثيرا اه عن انه الحط كان متشال الحط اللي في النص الفاصل بين المدرب واللاعبين وبينهما وكيل كانت متشالة فالامور بتخدم على بعضيها عشان كده نفوذ وسطة الوكيل كان له تأثير على اختيارات اللاعبين كلام كان واضح وصريح ان هناك من اللاعبين من ابعد عن اختيارات اجري لانه رفض يكون الوكيل ده وكيله رفض ينضيله بصوا منتخب وطن بينظم بطولة بهذه القيمة يدار ازاي عشان كده على الفاكرة الكلام ده ما اعملش انا مش بعطعك لو لم يفعل من الاخطاء غير الخطأ ده باش منس لكفاة استاذ ابراهيم انا مش بقطعك بس انا فيه نقط مش بحبش النات عدي بعمل عليها سترس يعني فيه علامات استفهام في اختيارات اللاعبين اتجاوب عليها الكلام اللي انت بتقولها دي بتقوله ده اجابة عن كل الدهشة والاستغراب في اختيارات اللاعبة لما مصر كبلد بنقادها بخبراءها بجمهورها بتنتقد الاختيارات ها ادي الاجابة ان الاختيارات كانت تسويقية وكان ضالع فيها الجهاز الفني ما كانش بعيد عنها كابتن هاني رمزي سؤل في البداية طب ايه كانت خطة الاعداد للفريق فقال ان احنا في البداية اول خمس شهور حطينا خطة اعتمدنا فيها على عناصر صغيرة في السن ومعلوماتي ان وقتها تم ضم عدد من اللاعبين الصغار فيهم ناس مضت مع هذا الوكيل وفيه ناس ما مضتش ده من مضى مضى ومن لم يمض ايضا مضى لحال سبيله لان الفترة دي شفنا الدخل لعناصر شابة وحسنا ان المنتخب هيمر بمرحلة تشبيب بجد فيه شباب صغير حتى كابتن هاني رمزي قال في الحوار نتيجة هذه المسألة استفدنا من بعض الوجوه الجديدة وبدأنا نشوف طاهر محمد طاهر وعمار حمدي وصلاح محصن مع الاعتماد على باهر المحمد ومحمد صادق ومصطفى محمد واسلام جابر قال العدد تعدى 8 لعبين كان ساعتها سياسة الجهاز الفني انه متوسط الاعمار لا يزيد عن 27 سنة في المكان ده بعد كده طبعا الدنيا فتحت وبدأنا وقالك ده علشان 2022 يعني احنا بنشتغل للبطولة دي وللبطولة اللي جاية في المكان ده كان الكابتن فتح نصير وهو خبير كروي مرموق قال نقطة مهمة جدا معنا متوسط الاعمار لمنتخب مصر في البطولة وصل ل29 سنة ونص والرجل قال مفيش فريق خد بطولة سواء في بطولات كأس العالم أو بطولات الأمم الأوروبية أو الأمم الأفريقية في السنوات الأخيرة زاد متوسط اعماره عن 27 سنة فبالتالي لما انت توصل ل29 سنة ونص لأ انت كده بتلعب فريق تاني خالص هيقل نسبة الجاري معدلات اليقى البدنية بتاعته هتكون أقل وضع طبيعي جدا في زر المتوسط الاعمار بين في الكور المشتركة أستاذ برايب طبعا بين جدا يعني كابتن هاني رمزي ما جاوبش ليه دا حصل لكنه قال ان احنا دوري كجهاز او دوري في الجهاز الفني انك الرأي استشاري وأنا قدمت تحليل لأداء كل اللعيبة اللي شاركت في كاس العالم 2018 واللعيبة المؤهلة في الاندال للمنتخب وقدمت التقرير الكامل بكل المعلومات للمدير الفني وقال ان احنا بعد مواصلنا ان المباراة الودية في شهر مارس عملنا اجتماع اتكلمت مع الخواجة عن ضرورة تجربة عناصر جديدة صغيرة قال قمنا بالاعتماد على لعبين زي احمد ابو الفتوح اردنا ان نرى الجميع عن قرب خاصة انهم كانوا بيقدوا بشكل جيد في الدوري لكن هذه المرحلة انتهت فورة اسناد تنظيم كاس الامم لمصر ده النقطة التحول بعد ما الناس كانوا بتتكلم على البناء للمستقبل وعشرين اتنين وعشرين لما مصر خادت تنظيم البطولة بدأ الكلام على انه مش حينفع ننظم البطولة وما نكسبهاش طب عشان نكسبها نعمل ايه نجيب عناصر خبرة فنرجع نجيب عناصر الخبرة الاجبر كان عنده فرصة يجيب عناصر خبرة كتيرة من العناصر عندها خبرة وعندها حالة من الحيوية والشباب زي عناصر كتيرة وردت اسمائها زي عمر السلية وزي صالح جمعة وزي عبدالله جمعة وزي صالح محسن وزي محمد هاني ناس كتيرة ترددت اسمائها لكن للأسف ما جابهاش لانه اللي كان بيختار مش اجير الوحده اختيارات الوكيل اختيارات تسوقية وشفت اللي حصل فيه موضوع عمر وردة وقال هاني رمزي انه وكيل عمر وردة هو وكيل اجيري فالمسألة كانت واضحة لما سئل عن عبدالله جمعة تحديدا لانه كان مستواه قبل الاختيارات لافت جدا واستحق ان يكون موجود ظاهر ايصر الزمالك قال هاني رمزي اعجبت كثيرا بعبدالله جمعة بعد ما شفت في موضوعات الزمالك الاخيرة في الكنفدرالية ولاحظت قدرته على التعامل مع الضغوط الجماهيرية الكبيرة اللي وضعت عليها لكن بكل امانة اجيري لم يكن مقتنع به في مركز الزهير وقال قال هاني رمزي انا عارف امكانات عبدالله جمعة كويس لكن اجيري كان مقتنع انه جايت في الجانب الهجومي ومتحفظ عليه الدفاعية وقال انه ده كان قرار الوحدي رفض ضمه مع رجب بكار وقرر الاستعانة بمحمود حمد الوينش وقال ده اللي اثار الريبة عندي احنا مش في حاجة اللاعب في قلب الدفاع عندنا ايمن اشرف بيلعب طرف ويلعب سردباك وعندنا احمد ايمن منصور نفس الحكاية فمش محتاج اخد الوينش ليه خد الوينش قالك معرفش وبهر المحمد صمم عليه وخده طيب الناحية اليمين قال كان فيه نية اللي رجب بكار في الناحية اليمين وقال هاني رمز ان انا اتكلمت مع حسام البدري كرئيس لنادي امبو سألته عن الجانب النفسي له فقال لي انه هو بيلعب كويس جدا تحت ضغوط ولعب قدام سبعين الف متفرج في بعض المباريات وابلغني انه مميز في هذا الجانب وقال انه طبعا المباريات لبرامتز ضد فرق اخرى قال لم نفكر في محمد هاني لانه ما كانش بيشارك في الفترة الاخيرة مع النادي الاهلي لكن الامر يختلف بالنسبة لوليد سليمان اجري كان يرى اننا لازم يكون عندنا بديل كويس لمحمد صلاح وكان شايف الانسب هو وليد سليمان طيب ترشحتك في الدفاع كانت عاملة زي كابتن هاني قال في خط الدفاع كانت رجب بكر واحمد المحمدي للجانب الايمن باهر المحمدي ومحمود علاء واحمد حجازي واحمد الايمن منصور لقلب الدفاع وايمن اشرف وعبدالله جمعة في الناحية الشمال لكن ما اخذش بيها اللغز بقى علي غزال قال هاني رمزي انا اعترضت من البداية على ضم علي غزال لكن بقيت افراد الجهاز كانوا على الخواجة وصمموا على ضمه قال انا كان اختياري في المكان ده عمرو السلية لكن انا رأي استشاري قلته بمنتهى الوضوح ورفض قبل ايام من الجلسة الاخيرة طلبت من اجري متابعة عمرو السلية لكن اعترض وقرر اختيار علي غزال وتمسك بيه واختيارات علي غزال اختيارات تسويقية بحت الكلمة اللي هي مش لهاني رمزي اختيار تسويقي بحت كده بديل النني يكون مين قال الكابتن هاني لم يكن هناك الخلافة على تواجد محمد النني وطارق حامد ودونجا اخترت لعبين في كل مركز بداية من الدفاع وحتى الهجوم ولكن عدم استدعاء السلية ادى الى وجود سلاسة لعبين فقط في الوسط وعدم وجود بديل للنني الرجل بيتكلم كما لو كان علي غزال مش موجود مفعلا هو نفسه اجري ما قدرش يعتمد عليه نزله كده نصف طايم وبعدك كده ما مش نعوش خباب سرعة طيب الفراو ده كابتن هاني قال لك بالنسبة للهجوم بعض اللعيبة بيكونوا محترفين لكن لا يمكنهم اللعب المنتخب مصر اجري وبقية اعضاء الجهاز الفني كانوا شايفين ان كوكا هو المهاجم الاساس المصر وانا كان ليا رأي مختلف وكان شايف ان البديل يكون مروان محسن قال انا كنت ارى ضروري التواجد احمد علي في القيمة كان الاتفاق ان يتم الاستعانة ب26 او 27 لعب في القيمة ونختار منهم في المرحلة الاخيرة لكننا كلنا فجئنا ان الخواجة من بدر اوي مكتفي بال23 وقال انا حاولت انا واحمد ناجي اقناعوا بهذه الفكرة بانه لازم ان يبقى عندنا 26 27 يفضلوا معنا لغاية اخر لحظة ونختار منهم فقال الرجل كان رافض ده خالص وقال له دي مخاطرة ان انت تبعد الناس بقية الناس من بدر اوي وتقفل للمسألة من بدر الرجل صمم وفي النهاية كان قراره طبعا سؤل عن صلاح محسن قال لك علشان ما بيلعبش في الاهل وعرفنا انه لما ما بيلعبش بيبقى بيتقمص وغيره لا صلاح محسن كان معاك وقبل كده يعني قمصته من عدمها انتو شفتوه في مرحلة سابقة فبالتالي بعض الاسماء لم يتم استدعاها ليه قال هاني رمزي كنت قريد تواجد مصطفى محمد وعمار حمدي مع عمر السلية في الشكل الكبير لكن انا حطيت هذه اللعيبة لعبين من كل مركز مع عدم محمد انني حطيت علامة استفهام جنبه تحسبا لاجاد من يقوم بدوره يعني حطيت القايمة وجيت قدام عمر السلية وحطيت له علامة استفهام انني انني انه محتاجين نشوف موقفه طيب يا كابتن هاني السؤال الصعب هل تدخل وكيل اجري في الاختيارات قال لا اعرف اي شي عن تدخل ممدوع عيد في اي اختيارات فنية ولا اول مرة اعرف انه كان وكيل لبعض اللاعبين في قيمة مصر وانا ما كنتش عارف الحكاية دي كان بيتواجد في المعسكرات اقل لك اه في بعض الاوقات لكنه لا اعرف شيئا عن كوني وكيلا لكوكا او علي غزال لا اعرف الا انه وكيل لعمر وردة واجري في نفس الوقت طيب مشيل سالجادو لانه سالجادو برضو قدش في اهم دوره ايه يعني جابوه خد تعال اتمرم مع اللعيبة كده تعال اتمرم مع اللعيبة عارف عنده شركة تسويق في دبي اه ناشط في العملية ديت كان له دور في ترشيح خفير اجر الهاني ابريدة في وقت مبكر وبالتالي تعال اتمرم هو بس انا ممكن اتوقف عند اجري اه يعني لما الرجل ده كان متهم في قضية تلاعب اه ومازالت قيدة التحقيق اه عايز افهم سبب واحد سبب واحد يخليني اجيب مدرب جراديولا لمتاع لي ولكنه قيدة التحقيق في قضية اخلاقية وهو اللي عنده تلاعب في مرد يتلاعب في المنتخب ويتلاعب في تشكيل ويتلاعب في ويتفن مع وكيل اللعيبة صحيح المادة موجود حتقول لي لم يدان ولم يبرق هو لسه تحت التحقيق شمعنا ايه اللي زنقك قوي على الرجل ده وبعدين دفعت فوق المئة الف دولار يعني انت خلاص رحت للشرايح الكبيرة حتى الشرايح الكبيرة دي انا بصراحة عليها علامات استفاهم كبيرة فكرة ارتفاع اسعار المدربين اللي اجانب في مصر مقارنة تاني حتى بالشمال الافريقي ويروحوا بيروحوا بعدينا بنص التم اه يعني مسال تحتاج لتدقيل يعني ما قولك رينارد بياخد تمانين الف دولار وراجب بتاعنا مية وتمانية يعني طب انت ايه اللي شايفوا ان ده بمشاكله بانه جاي مجروح مخدوش الله اعلم هل اعتمادنا على الوكلة بشكل اساسي بيعل المسألة؟ طبيعي انا انا قلتلك لكن يعني اصلا بيوكل شركات تسويق مش مشكلة انت في الاخر بتتعامل مع سفيهات هو انت باتصالاتك يعني اصلا ده مجلس ادارة فيه عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي يعني لو ميل على اي حد في الاتحاد الافريقي مين من المدربين المميزين حيقوله في الاتحاد الدولي مين المدربين حيقوله يتحرى عن اي مدرب جايله حيقوله يعني اذا كانش ده يستطيع ان يصل الى المعلومة السليمة مين اللي يوصل فانا ده علامة استفام من البداية وما بني على المصيبة الكبيرة في اختيار اجري شمعنا بهذه الكافية وهذه الحيثية وهذه الشخصية وهذا الفكر ولما تهاجم وقتها محدش جاوبنا على السؤال ده عارف اللي تظلم في الموضوع ده مين؟ احمد شوبيل لان احمد شوبيل دخل المجلس واجري موجود ما شاركش في اختياره ومع هذا المسئولية تجمع الجميع فبالتالي اصبح عمل اجري وتبعاته مسئولية المجلس كله فكله شال الليلة انا كنت اتمنى كابتن احمد شوبيل وقلت له رأيه ما كانش ينزل الفطرة الفاتد دي كان عنده امل ان يعمل حاجة بص هي هي بتيجي لحظات عليك الاختيار اي طبعا يعني لحظة قرار عمر وردة انت خدت قرار خدت قرار في مسألة تربوية لانه لما هتتابعوا كلام هاني رمزين الراجل كان شايف ان الدنيا فكة قوي وقال جملة كنت اشعر انه بعض اللاعبين او كثير من اللاعبين لا يشعرون بقيمة البطولة اي طبعا مش حاسين به هو لما تيجي انت تتصدى في شكل تكتل لقرار تربوي مش عشان التحرش يعني يعني وخطورة الجريمة بس ان علشان انت راجل مش مركز على الهدف بتاعك انت نوعيا ما تنفعش تكون موجودة فص اللاعبة هتشغلنا عن الهدف حتى لو راجل بتقول نوكت يا سيدي ما 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 مش بتتحرش بس انت مش مركز شفحاني رمز التربا في النادي الاهلي وخد تجربة احترافية طويلة وفي المنتخب لعب مع كابتن الجهري ومعندوش تاريخ فبالتالي لا تاريخه ده تاريخه اكبر منه انه يتكلم عليه المحمدي يعني يعني ظلم هاني رمز انه تتحطه في جملة مع المحمدي يعني ده جا تكلم هاني رمزي على التاريخ ما لقيتش الا هاني رمزي ولك ظلم كبير يعني لكنه هو يعني خضع في المنتخب لفترات طويلة جدا مع كل الضبط والحاسم مع واحد زي كابتن الجهري فالرجل عارف يعني ايه تركيز اللعيبة ويعني اجواء المعسكر فاتكلم في هذا السياق قال من اول مباراة لم نكن راضين على المستوى لكن الرسالة كانت تصل مني تكون مختلفة على اللي بيقوله اجري انا في سكة والخواجب سكة انا شايف حاجة وهو شايف حاجة تانية لدرجة ان هاني قال انا لما كنت بترجم للعيبة كلامه كنت بامتعد انا بترجم كلام مش مقتنع لانه تخيل بعد مباراة اللي افتتاح الراجل راضي على الاداء وبيشيد بيهم فهاني بيترجم الكلام ده وهو متدايق اداء ايه فبيقول كنت بقولهم احنا سيئين جدا لكن يرجع المدرب المدير الفني يقولهم هتتحسنوا انتوا كويسين بيقول هاني الحديث كان بيظهر على وجهها اثناء الترجمة ويبدو علي عدم الاقتناع بما اقوله على لسان المدرب يعني هنسدق مين ما هيدي برضو ازدواجية خطيرة سؤل في حواره معي الله كورة لماذا تدخلتش قال كنت اشعر ان اللاعبين لا يشعرون بقيمة البطولة دي المصيبة الكبيرة ولا بقيمة الجماهير اللي جاية تتفرج قررت جمعهم في غرفتي بعد الطلب من ايهاب لهيط بصفتي مدير المنتخب من اجل التحدث معهم كنت اريد اني اديهم دش عشان يستفيقوا من اللي هما فيه قال ما كنت اخشاه نتيجة ده انه اجيري يعرف ان انا بنشق عليه او بعمل شغل من وراه او بنفس حاجة هو مش عايزها ودي خطر خطر لانه في النهاية المركب وده ينفع ده وده ينفع مفيش اي احترافية هنا برضو طبعا انا عايز اعمل حاجة بس الجهاز او الخواجة ده رأيه فقال ما كنت اخشاء ان يفهم اجيري الامور بشكل خاطئ يهب لهيط انا صحني بقى اتحدث مع اللعبين الكبار فقط تكلم اللعبة الكبيرة تتكلم لكن انا ابلغته اني عملت ده فعلا وما لقيتش تأثير تكلمت مع هاني يا بريدة اثناء زيارته للمعسكر قابل مباراة جنوب افريقيا يعني ده الشيء الوحيد اللي عمله صح وقال انا اتكلمت مع اجيري وابلغته ان اللعب المصري حاول يقول له يا خواجع احنا مختلفين اللعب المصري في حاجة للتعامل بهذه الطريقة لازم يتضغط عليه ولازم ان يتشد ما ينفعش يتساب كده كقال ان انا ما كانش الراجل المقتنع لكن انا قلت له انت لازم ان تبان للعب ان انت غضبان منهم لازم ان تحسسهم ان انت مدائي وزعلان من المستوى ما ينفعش انك انت تحسسهم ان انت مبسوط وان العملية كويسة طبعا طب خلص كويسة تقول له كان جوسي ها تكسب البطولة تاني يوم في التمرين يعمل مشكلة ويلغي التمرين ويشخط فيهم عشان يخرجهم وانتوا فاكرين ايه خدت البطولة خلصت ما هي دي كده القدرات الخاصة برضه نا دا عشان كده ده راجل في حتة ودول في حتة قال ان انا ابلغت ابو ريدا ان المعسكر في حاجة الى الانضباط والشد واتكلمت مع ايهاب الهيطة تاني وابلغه خطورة ما اتحدث عنه لكن ايهاب كان رأيه ان اللعيبة الكلام يكون مع اللعيبة في وجود اجري افضل ما يكون من وراه ده صح وده جانب احترافي من ايهاب الهيطة صح انا كمدير للمنتخب خلص احنا بنتكلم على المصلحة واحدة نجيب الخواجة ونقنعه ان الواضع ده ما ينفعش والكلام يبقى مع اللعيبة في وجود الخواجة عشان ما تبقاش المسألة حد بيشتغل في وجود الخواجة بقى وقال لهم انا مش موصول الراجل خلاص بي هو المسؤول لا يروح الراجل ماسك الميكروفون بعده يقول له يا جماعة انتم عاملين لعليكم وانا راضي عنكم اه ما هو واضح كده لازم يتطفقوا حتى وجوه كان بتقول كده يا ابراهيم لازم يتطفقوا بالضبط هو بس يؤخذ فيه ناس كتير حتقول له انت كملت ليه يعني هو صعب طبعا كان يمشي في وقت البطولة طيب فيه مواقف تأيد كلامك ده يا كابتن هاني قال اه قبل مباراة اغاندا قبل مباراة اغاندا اللعيبة كان بيتحكوا في التمريه اجير يغضب منهم شوية فكملوا التمريه كويس مجرد ما حسوا ان الخواجة غضب وشخط بدأ يفوق شوية قال لكن دايما كنت بيتكلم على اغاندا كان يقول له دول لعيبة محترفة ولعيبة كبيرة ولعيبة نطجة وحاسين بالمسؤولية فمتعلقش وقال ان انا كنت دايما اقول له احنا مختلفين احنا كمصريين اللعب لازم يتكلم معاه كتير وقال ان انا قلت للعيبة اتمنى ان انا مرجعش للعصور السابقة ونقوم بلم الموبايلات ومنعها منكم لانه كله مشغول ده اجراء بديه ده معظم المتاخبات عاملة كده يعني يزملك تليفون تقعد مبرق فيه للفجر ايه الكلام ده طب ايه يا كابتن هاني خرجنا ليه بقى من جنوب افريقيا قال لم يكن الخروج لا اسباب فنية صحيح هناك لعبين امكانياتهم الفنية ضعيفة لكن بالروح تتعظم الامكانيات وقال ان انا شايف ان سبب خسارتنا حاولت بقدر الامكان وتحدست مع العيبة لكن هناك امور ما نشي المسؤول عنها منعتني من ذلك لانه رأيي كان استشاري فقط واجيري كان هو صاحب القرار كان من المستحيل انا اتقدم باستقالة في اللي انت بتقوله ليه ما مشتش قال كان مستحيل اقدم استقالة لانان استشاري ومن غير الوارد انه عندما لا يتم الاخذ برأيي انا استقيل وهو الطبيعي ان انا بقول رأييه خلاص يأخذ بيه او لا يأخذ انا من الاول متفق على رأيي استشاري لحظة واحدة اه هو كان متعين ايه مدرب عام ولا مستشار لا مدرب مفيش حاجة سأقاني استشاري لا رأييه مش ملزم معلش يا ابراهيم انما هو مدرب هو في الجهات يعني اذا كان هو شايف انه هو دوره انه السلبيات خلاص تحصل تحصل هو يعني يغفر له حاجة واحدة انه قالها المهانس هنا بريد بس ياريته قالها مكتوبة قال بعد كاسف الام بعد الخروج من جنوب افريقيا اجيل عمل ايه قالك سكت شوية وقال لهم انا المسؤول وشكرنا عن الفترة اللي قضيناها معاه ومش طب انت عملتها كابتن هاني قالك قعدت الفترة ساكت وبعدين انفجرت في البكة اتكلمت اللعيبة قلت لهم انتوا عايزين ايه كل شي كان مهيئ ليكم افضل معيشة فافضل معسكر فافضل طعام وافضل ملاعب وافضل تدريب اتوفر لكم الجماهير الحزينة في الخارج زعلانا وتعبانا انتوا فعلا مش حاسين بيهم في بعض الكلمات ليه مؤكد مش حاسين بالمؤكد هناك بعض الكلمات التي لا يمكن انا اقولها في الاعلام قلت هلهم ما قدرش اقولها تاني لكن كنت اتمنى ان نمتلك لعبين بروح طارق حامد ومحمد الشناوي واحمد حجازي ومحمود علاء الاربعة تعرف انا فيه واحد مظلوب في الليلة دي كلها وانا شاف انه عمل اللي عليه واكتر امن اشر اه صحية ما حدش بيجي بسرته رغم ان انت لو عملت له احصائياته بيقدي بمنتهى الايجابية والجدية ايجابية ولأ ومنتج اه جد كمان بيلعب كورة عرضية وبيقطع كويس وبيبص كويس وبيغطي كويس يعني الحقيقة هنعتبر رسيدي عمل اللي عليه ما عملش حاجة زيادة بس هم في رأيي فعلا اللي مميزين جدا هذا الثلاثي حجازي طارق حامد محمد الشناوي اه ومحمود علاء محمود علاء ملعبش كل ماتشات كمان يا ابراهيم خليني انا في اللي شال للمسؤولية الثلاث ماتشات حجازي وطارق حامد وشناوي محمود علاء اول ماتش طبعا لا بس يجوء يعني اخر ماتش لا طبعا طيب كلمة اخيرة كابتن هاني كلمة اخيرة كابتن هاني قال انا لا اتنصل من المسؤولية بل انا جزء منها كان يجب ان اوضح الكثير من الامور للجماهير ولكن هذا لا يعفيني ابدا هناك بعض الامور التي ظهرت في بعض البرامج وعبر مواقع التواصل الاجتماعي كان يجب ان يتم توضيح خروجنا لم يكن فنيا واعتذر مجددا للشعب المصري واسق في ان منتخبنا سيشارك في كأس العالم عشرين اتنين وعشرين اسق انه هيشارك اسق انه هيشارك اسق اه يعني نشر الحوار رد الكابتن احمد المحمدي ظهير اي من المنتخب وكابتن الفريق واللي المفروض هاني رمزي كمدرب قال ان انا اتكلمت مع المحمدي اكتر من مرة انه لازم ان يقوم بدوره في لم الفرقة فما كنتش اشعر بدور للقائد في الفريق رد المحمدي وقال تاريخي اكبر من الرد على شخص مثل هاني رمزي وقال كيف ارد على شخص قام بالتحدث عن اللاعبية والجهاز الفني بتلك الطريقة يعني الجزء التاني ربما يكون معه حق مش معه حق هاني رمزي ده له فرصة ان يقوله مم بتدارش تقوله انت غلطا مم هده ما تاريخكم مش يا كابتن محمدي انت كنت الظهير الاحتياطي الدائم لمنتخب مصر اول مرة تلعب بشكل اساسي وككابتن فريق ده كان ادائك وده كان محصلة ادائك هو يلعب كأنه منتسب الى مصر مم لا تشعر ابدا في اي معسكر جاه انه الدلك اللي انت مستنيه منه هو ناجح في انجلترا لان لو بالاداء بتاعه اللي معانا احنا ده هو اللي بيقديه في انجلترا ما يكملش مؤكد انه بيقديه بشكل مختلف مم هو مشاعره هناك وعواطفه هناك انا ما حسيتش ابدا بالغيرة على اداء مع منتخب مصر انما طيب لو انا قلتلك انت تجمل كل الاجواء دي في ايه نقاط واضحة ها اول خطأ كبير اول ان احنا بنجذب على نفسنا بنضحك على نفسنا بنبقى شايفين الغلطة ومش عايزين نعترف بيه كل حادة دلوقتي كل التعليقات والتصريحات المتبادلة بتقول كده ان احنا لا لا دا احنا مش فاهمين الموقف مم يعني ما اللعيب يرد على مدربه والمدرب يتكلم كده لا حقيقي حقيقي يعني كتحتيوبة غريبة اول ان احنا نكسب مم يعني لو الحاجة لو الشكل دا لو منطق ها لو كده يبقى مش عاقل انطقية جدا دا عكس الطبيعة طبيعة الأمور ها يعني وضع بهذا الشكل ها يفضي الى هزيمة ها اينما قلم ديئك انك انت دفعت التمن فادح في كاس العالم وما استفعتش من التمن اللي دفعته مهم واتغط على كل شيء كل شيء ولا كلمة ولا تحقيق ولا حاجة من اللي قاله هنتحراها أعلنت للناس فما فيش إرادة للإصلاح وفاقد الشيء لا يعطيه ونفس الأجواء يعني هو لازم كل قرار يبقى فوقي يعني ما نقدرش نعمل حاجة كل واحد في مكانه يرضي ضميره وبما يعني يملكه من حس بالمسئولية إنه اشتغل من نفسه لازم تيجي حاجة تجبره حتى القيادات بتاعتنا الرياضية عايزة اللي يجبرها إنها تؤدي دورها يعني ده الحد دلوقتي الكلام كده حتى صيغة الاستقالة بتاعت التحدي الكورة بتقولك مش واضح فيه إنهم حاسين بالمشكلة فيه إحنا عشان الرأي العام متضامنا مع المشاعر المصرية لا يا سيدي أنت كنلفت بعمل لم تؤديه بس موضوع بسيط مش دارته بقى متهم يعني والله إسلوبك لم يؤدي إلى النتائج اللي إحنا طلبنا منك إختياراتك لم تكن بالمستوى إسلوبك إنت بتفوت إيه معالجاتك وإحنا بنعالج مشكلة وردة أنا قلت باللفز كده أنا مش مش مدايقني المشكلة أنا مدايقني المعالجة المعالجة بتاعت المشكلة هي اللي أنا زعلان عليها واللي شايف إنها تشاكر خطورة على المنتخب قلت الكلام ده هنا حتلاقيه طيب إيه الخطأ في المعالجة وكان المفروض يحصل إزاي المعالجة إنك أنت بتحقق مع اللاعب مدين بتاخد قرار اللي راجعة فيه إيه الخطأ ما أنتش عارف توصى في الخطأ الخطأ مش التحرش الخطأ فكرة إن انت مش مدرك مسئوليتك إنك منشغل بسبيانية ومعاك بعض الزملاء بتشغلهم معاك في إنك تعمل تصرفات سبيانية لا تدل على إنك راجل تتحمل المسئولية هي دي يبقى أنت مش معانا مش عشان التحرش ومش التحرش لأن هو التصرف ده بتاعه لو هو كان برا كانت قابض عليه مش كانس تبعد من المتخب أنا كنت في الموقف ده مرة وأنا كنت رئيس بعثة كرة يد وبرضو واحد راح يستعرض نفسه والبنت اشتكته ما عملش حاجة اترزل عليها بس وبقى يسبل لها وقعد لها قدامها ومش عايز يمشي من قدامها جمب البوليس عايز ياخده فانا خدته خرجته من القتل وطوله انت موقوف لحد احنا راجعين كمان يومين وخليت كابتن الفرق اللي هو من بلده يقعد معاه في القتل التاني تقوله ده تحت مسئوليتك ما يخرجش من باب قطه لانه لو خرج بس مشيتم الفندخ مشيتم الفندخ لانه يعني البديل انه يتقبض عليه يتقبض عليه من بي هزروش في الحاجات دي صحيح فهي حاجات تبقى لين احنا ايه ده بيعاكس واحدة ولا بيرزل على واحدة لأ المسألة دلالة السلوك مش السلوك نعم دلالة السلوك ايه انا بالنسبة لي انت حتقعد لي تشغلي ليه احنا مش فاضيالك احنا جاي نلعب مطشاط اه اتفضل نقلته للقتل اللي جنبي وتحفص عليه فيه انا و لما رجعت كتبت طبعا تقرير والالتحاد تصرف الفكرة كلها يا سيد ابراهيم انك انت مش مش بتاخد العقوبة لانها استعراض عضلات او انك انت بتدايل قدامك ايه انما عشان تحقق نوع من الانضباط والمسئولية وتحمل المسئولية لان احنا يعني انا كنت يعني التجارب ودي تعلمتها من الاستاذ عبدالعزيز الشفعي بنقديله الصح لا ما هي ناس كانت بتعلمنا ايه المعسات العاب يا جماعة احنا مش جايين احنا جايين نلعب رياطة ودي امكانيات الفرق المصادفة مش عايزين نحرجو مش عايزين نعملو مشاكل مش عايزين ننشاغل لا اه فانا ضربت في دماغي فروحت بعد كده معسكر المانيا و احنا عاديين على الاكل المينيو نزل كلنا فواحد جات له سمكة قال هاي 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 قلت له عايز ايه قال لا اه قلت له اوكيه يعني مفيش حاجة اعصلا انا موكلش سمك الا اه يعني عندنا قلت له اما ننزل مصر وبعلمني بتعمله ازاي واضح انه بتعمل حلو قوي بس اه الاكل اللي حينزل حناكله كلنا ولا اقولكم انا كنت رئيس البيعزة لو لقتوني غيرت الاكل وانت ده بحبه ده مش بحبه غيره جالي بقى كابتن لالفي يواش واشني اه كابتن حادلي ما قلت له بقولك يوعد اه تاني يوم في العشاء برضه جالي قال لي احسن قرار خدته ده احنا كنا بنقعد بس تلت اربع ساعة او نص ساعة عشان ناخد بس ده عايز ايه ده عايز ايه ده عايز ايه اه هي مسائل احنا لو جايين اتفسح اعملوا كده لكن جايين نلعب بركزوا في الهدف مش في اللقمة وفي النقمة وفي اللقمة وفي اللقمة طالما ان الاكل نضيف والنقمة نضيفة وخلاص احنا مش جايين في رفاهية هو ده ودي اللي علمهاني واحد عنده خبرة اكتر مني كان يترقص البعثات القلوبية لا وبص بص كلام الكابتن عباس الشافعي انه افريقيا هيدي ظروفها بزبط احنا ليه احنا حتى خطابنا الاستعلاء مع الافارقة لازم ان يتغير واتغير بنسبة كبيرة جدا الناس ما بتتعمدش في الغالب انها تقدم حاجة وحشة او تستضيفنا في فلاده صغيرة او تقدم خدمات ضعيفة امكانياتها هي امكانياتها وكل انه ينفق مما عنده انت بتستضيفهم هنا في فلاده فاق ما لانك انت عندك حاجة القدرة تعرف رأيه كلما زادت خشونة الموقف كلما زاد احساسك بالمسؤولية اخشانه في النعمة تلاتة دوم وكلما اعلى مستوى اعلى ليه اعلى مستوى ليه ليه كل حاجة تبقى على اعلى مستوى في الاقامة وفي العيشة ليه لا تبقى مريحة في المناسب نظيفة صحية هادئة خلاص هو ده تشعر بجدية الموقف انما تبقى ااا عدلي بالسرير مش عارف عملي ازاي وال تلفزيون بيجيب كممحطة والنت شغال لا 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 اقطع الكلام ده عيش للهدف عيش للهدف اه سيد أبراه Cecilio هو ده اللي اديك طيب أنا لا أنسى ليك تحفظ من كام سنة أن أنت ما بتبقاش ما كنتش مشجع كتير لفكرة فتح باب الاحتراف الخارجي على مصرعية وكان عندك تخوف كلمتيني فيه أكتر من مرة أنك أنت اللعبة المحترفة في الخارج بعدها عن الأوطان وظروفها كتير لما بيقلل عندهم الحماسة الوطنية والإحساس بالفريق لا والإحساس بظروفك أنت طب أنت شاف إيه كل بطولاتنا حق أنا بالمحلين ولا لا أنت قلت لي ساعتها قياس قلت لي عامل زي اللي مش قادر يربي ابنه فوداه لحتة حد يربهوله أحسن مدرسة داخلية في الحتة الفلانية تربهولك أول ما يرجع لحتة يبقى مكسوف أنه خش الشارع بتاعه أيها هيبتدي يبص البابا ومامته بيتكلمه إزاي وصوتهم بيعلى إزاي وبياكلوا بأدهم ولا بياكلوا بالشكة والسكينة هيبقى متزمر وناقم على حياته ومتعالي أيها اللهم هو عبقرية محمد صلاح كانت في إيه لحد اللحظة اللي فاتت دي إنسان متواضع جدا وما انفصلش عن بيئته وكان كل ما يشوفه منظره هو وزوجته وتحفظها في لبسها وبنته كنا بنفخر بيه إن ما فيش حاجة غيرته وإنه إزاي ماسك نفسه وإزاي متواضع وإزاي دي وأنا يعني كنت شايف إنه لو تمسك وبإذن الله تمسك بهذا الكلام حامد صلاح تجربة رائعة بالنسبة لنا مش عايزين لنخصو عليها ولا عايزين ندايقه ولا عايزين نفقدها عايزين نقوله إن ارجع لعناصر نجاحك وتديش ودنك لحد ما تروحش مدرجات تقولهم اهتفولي وسمعوني وكلموني والكلام ده همه حيهتفولك من نفسه أنت تتفانى وتتواضع وتاخد بيه زميلك هيبصولك وحيساعدوك هتعمل إن انت النجم الأوحد مش هيبصولك وحيزنقوك ومش ومش هيساعدوك مش محمد صلاح أي إنسان أي إنسان إحنا الاتنين بقلنا كم سنة مع بعض كتير والحمد لله كتير وناس مستغربة كل السنائيات اللي طلعت في البرامج بعد كده تأكلت ينفصلوا يغيروا لما حد يحس إن المتعالي عالتاني عايز يأكل منه الكاميرا وربنا نجانا من الحتة دي أنا وانت الحمد لله لأنك قيمة مبيرة وانت راجل 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 مليان وانت راجل محترم وعندك فكرة وانا شعر بخمتك وانت شعر بخمتي فمش لا عايزين نسرق ضوء من بعض ولا عايزين نكمل بعض وننجح مع بعض التيم وارك صحيح التيم وارك طيب صلاح وده نقطة مهمة جدا لصلاح والكل حتى الجماهير يا جماعة اللي بتقصوا على محمد صلاح في السوشيال ميديا وفي كل وسائل التواصل محمد صلاح أخفق مع المنتخب طبعا فريق فيه لاعب ينافس على أحسن لاعب في العالم مردوده بهذا الشكل لا يلق بمحمد صلاح مؤكد أنه كان جاي عنده أحلام كبيرة جدا كان ممكن فوز مصر بالبطولة وإسهامه في فوز مصر بالبطولة يعزز فرصه في المنافسة على الكرة الزهبية السنة دي خاصة أنه ناخد دورة أبطال أوروبا وفي نفس السياق معاه في نفس البطولة منافسين إذا كان ساد يومانيور يضمحرز مؤكد أنه صلاح كان عنده فرصة كبيرة بالذات دولة البطولة دولة البطولة ومعه كل هذه الجماهير ومتدافع بالجماهير اليوم تستعد الجماهير أول حاجة إيه الزكاة ده إيه اللي حصل إيه اللي حصل وإيه اللي لا يجب أن يحصل تاني من البداية مهانس عدلي قال كلمة يعني استوقفتني التواضع ولو هنتكلم على أنه محمد صلاح لا يخطئ هنبقى ما بنحبهوش بني أعدم بالضبط ولو باستمرار هنبقى منتظرين أنه هيتصرف عشر على عشر ومية مية هنبقى خرجناه برحيز السلوك البشري قابل للخطأ زي ما هو قابل للصواب بس رحم الله مريا أهدى إلي عيوبي من البداية مش عيوبي غلطات أخطأ لدي هون كتب ما فيش عيوب لكن غلط ففي المداية سادي ومانيه وده نموذج محترم جدا برضو وصلاح نموذج محترم إحنا يعني نبقى كأبناء قرى واحدة سعداء وفخورين بكل دي بكل هؤلاء المواهب الأفرقية وإلا ما كانتش تحب بفرقته واضح أنه متواضع في فرقته بيحب دايما ينشر لنفسه صور وهو بيمسح حمامات المسجد وفكرني بتصرف سادي ومانيه آه فكرني بتصرف لشيخ الشعراوي قالت له مرة أنه راكب في عربية فحمة ومسافر المنصورة بلده ففخامت العربية حسسته بنفسه فحس أن الشيطان بدأ يسيطر عليه فبقولك وانا ماشي خليت السواء وقف عند مسجد زاوية في الطريق وانزلت قلعة الوفطان بتاعه وقاعد ينضف في الحمامات بتاعت الجامعة لا لشيء إلا أنه يقدم نفسه شوية يلحق نفسه يلحق نفسه حس أنه الله ما قيني شر نفسه ما دي دعوة لازم تتقال في كل صلاة فبدا يشعر بالاستعلاء مع نفسه لا فحب يشكم نفسه بدري قوي ده الإنسان الصادق مع نفسه فبالتالي ساعده محمد صلاح على فرمالة أي شعور سلبي لا محدش ينتظر من صلاح أنه هيتصرف دائما وأبدا بشكل ملائكي لا هيغلط هيغلط بس الناس لازم تكون متقبلة خطأه كسلوك إنساني ما ينفعش يتحدف بالطوب ويرجم رجل عنيف جدا في الإعلام لمجرد خطأ يصدر من الجميع مؤكد أنه تدخله في معالجة موضوع عمر وردة كان تدخل خاطئ مية في المية حامل الجماهير بقى هي المعالجة يعني أنا ممكن أدخل إزاي أستاذ زبر بتعرف أنا كنت هحتانم جدا موقف اللعيبة لو كان القرار ده بينهم وبين بعضه بشكل سري واختاروا الكبار بتوعهم إنهم يكلموا المؤانس هنا بريدة ويخلي المؤانس هنا بريدة هو يعني يعالج الأمر وقرار يصدر منه إنما أنه ينزلوا هم وياخدوا حقهم بدراحهم ويصدروا المشكلة في حوار بينهم وبين الجماهير ساعة ما يجيبوا الجون ده اللي أنا المعالجة المعالجة دي اللي أنا معترض عليه لكن عايز يا سيدي إنك توقف مع صاحبك أوقف مع صاحبك من غير ما تعملها أزمة أنت تتكلم فيها كرجاء كرجاء لكن أزمة لا ما تحولهاش أزمة لأن أزمة يبقى أنت كده بتضغط أنت بتكبر على المنتخب بتاعك بتكبر على جماهيرك بتكبر على اتحادك وما حدش بيحب حد يحسسه نكبر منه محمد صلاح يعني تدخله في معالجة موضوع عمر وردق خطأ 100% ما دام هو شايف قدام عينيه كل هذه الحالة الرخوة قوي المسترخية جدا الرلاكس زيادة عن اللازم من اللعيبة داخل الفريق هو أولى الناس إنه يشدهم إن يزبط لأنك كابتن بدون شارع ده أنت كابتن الكباتن ده أنت المنشط الرئيس المنتخب بمصر أنت اللي عليك العين أنت اللي يهمك جدا على أكتافك أحلام كل هذه الجماهير ورغباتها دي وقفة ولحظة زعل ولحظة حزن لأنه المأمول كان كبير كنا أملين في حاجات كبيرة جدا خلي بالك للخروج المبكر هو مؤلم جدا لوحد زي محمد صلاح أكتر من أي حد تاني لأنه لو مكمل كان حتساعده في كل ما هو قاتي في التخيمات هو دلوقتي خرج بر مشهد التقييم يعني رياض محرز وساديو مانيه وفيه نجوم آخرين حيعيبانه بكرة يعني عشان مكملين عندهم فرص أعلى منه محمد صلاح كان يستحق أفضل من هذا وكنا نستحق منه أفضل من هذا بالضبط لكن كمان في جزئة بقى اللعبة المتحرشة واللعبة المشغولة أتمنى نعم مش فاضين له والله مش كل معسكر أتمنى أنه المهندس يهاب لهيطة هو شخصية جدة وشخص محترم وعنده قدر من الوعي والفهم والانضباطية هو تظلم في سياق كل التفاصيل دي لأنه أنا أعلم أنه من البداية اللي أخد قرار إخراج عمر وردة من المعسكر كان يهاب لهيطة وصمم عليه لهاني أبو ريدة وقال لهاني أبو ريدة يا عباش مهندس لو القرار مش هطلع أنا مش هكمل ولما تم الضغط على عودته وهو لما بياخد قرار زي ده مش ضد اللاعب لكن هو شايف أن ده بينقاذ الفرق إنقاذ للفريق شايف خطأ وصل لكده لابد أن يكون هذه المعالجة يحصل بقى ضغوط طب لحظة اللاعبة تضغط هو صاحب القرار ووصل للأمر أنه قال المهانسة هاني بريدة وهاني خد القرار وهاني اعتمد قرار اه احتجاج اللاعبة على القرار ده معناه إيه إن المهانسة قبل هيطة مالوش دور ومالوش قرار أول ضربة راحت فيه هو طبعا إذا كان هو صاحب القرار كان ينبغي أن يتمسك بقراره واللي قاله يا أنا القرار ده يمشي اللاعبة قالوله ما معنى قالوله يمشي طب خدي بقى هو معنى اللاعبة اللي عملته قالوله يمشي خدي اللاعبة لما قبل القرار من يطلع بيهم وقال إنه إحنا قلنا للمهندس هاني بريدة إنه عمر يرجع وكانت الفوضى والمهزلة إنه كابتن الفريق أحمد المحمدي يطلع بعد المباراة في الإعلام ينتقد القرار ويطالب بعودته قول عندنا قاعدة بالليل قول عندنا قاعدة بالليل هنرجعه تهديد لا لا ده كده إحنا في منتخب حرق مش منتخب بطن أبدا إنه لعيب كابتن الفريق يعترض على قرار من رئيس للتحاد إحنا بنهرج قوي محتاجين نأكد عليها والحديث ليس عن الخطأ ولكن عن المعالجة أهو رحين للجمهور ويقولوا أهو بعد اللقطة إياها إيه اللي حصل بقى لما قال للعيبة عارف اللعيبة قالوا إن احنا كلمنا المهندس هنا يا بريدة فطلب منهم اكتبوا ورقة امضوا عليها إنه انتوا عايزين ترجعوا عمر ورد فمرضيوش ولا واحد مضى ولا واحد مضى لكن فضلوا يضغطوا بالبق ده دليل إيه حاشين حاجة غلط عارفينوا إنه هما ماشيين غلط عارفينوا إنه هما بيطلبوا بحاجة غير أخلاقية وغير إدارية وغير منضبطة ولا حد كتب اسمه فورقة طلبت منهم تتقدم لرئيس الاتحاد عشان يتم العفو عن اللاعب لكن وصلوها لمرحلة لا طب لما رئيس الاتحاد يقول لهم اكتبوا ورقة وما يكتبوش يسمع كلامهم ليه ما هو لازم الرسالة توصل المعنى يوصل رجع بعدها المهندس هنا بريده وقال لك خلاص مش مشكلة رأيهم وصل لنا وخلاص مش مشكلة مش مشكلة الورقة لا مشكلة الورقة لأنه له معنى مش معنى انت وصلت للمعنى ده اه ان مش حدش عايز يتع لا لا ما هو ما حدش عايز يوثق على نفسه هذا الخطأ اه الفعل المشين كله بيتبرق منه انت تتك بتشاج هو تاني مم مش الخطأ حاجة تانية الخطأ انه شوح لمدربه فالمدرب قال انا عايز امشيه عشان بس ايه الخطأ ما يمنيش معالجة ما اتصوره خطأ ودلالاته ودلالاته ان يصل اللعيبة انها ترفض اي عملية انضباط ده معنى بتقولي ايه لا انت هتشتغلولنا بقى انت هتيجي تقوله انت انت على السوشال ميديا وهتيجي تقوله انا بكرة مش عارف وهو خيب توصله وانت لو عقبت اه 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 عمرو ورد على التصرف ده اي واحد تاني هيعمل هذا التصرف اه هتضطرت عقبه طيب احنا خرجنا من كاسو الامم لاسباب زي ما مدرب الفريق كابتن هاني رمزي قال لاسباب مش بس اسباب فنية معظمها اسباب سلوكية ما اتمناها على المهندس يهاب لهيط انه تقريره خاصة انه كان مدير جهاز المنتخب في كاس العالم ثم ايضا في كاس الامم وانا تكتين واحدة خرجنا بسبب فوضى وانفليات جتارة كتب الاسباب الحقيقية في كاس العالم اتمنى انه تقريره يتضمن التقييم الكامل للنواحي السلوكية للعب اكبر خدمة عاملة المصر دلوقتي يكتب تقرير مظبوط تشريح هؤلاء اللاعبين سلوكيا بكل واحد كان بيعمل ايه ودرجة انضباطه ايه ومستوى التزامه ايه ودرجة تحمله المسئولية الوطنية تجاه منتخب لبلد عريق وكبير يحمل امال ملايين الجماهير ايه عشان يتحط بلاك لست مثل هؤلاء اللاعبين الناس دي ما ينفعش ترجع تلعب بفنلة المنتخب تاني او عدد كبير منهم او اللي حيصفر عنه تقرير الرجل المسئول يجوز الاعلام ظلمهم ويجوز ان التفاصيل فيها اسماء اخرى ويجوز انه لانه ما فيه لعيبة انت تتكلم على التحرش والمشاكل والسلوك وهم فنيا اصلا ما نفعش لعبه في منتخب مصر يعني لو فيه مدرب عدل الناس دي ما تلعبش في منتخب مصر اللي تم اختيارهم في البطولة معظمهم ليسوا افضل لعبين في مصر فحتى من الناحية الفنية انت بتتكلم على مين يعني لكن علشان تخضع المسألة لقول فصل يبقى المسألة يا باشماندس ايه التقييم السلوكي والانضباطي الكامل تأريد بضمير يخدم مصر يا باشماندس ايهاب هو راجل ده مصر الخلق جدا وخجول وبيعمل حساب الاعلاقات لكن ده توقيت المسؤولية الحسابات كلها تتنحى على جنب واللي يزعل من الحق يزعل بالضبط انت تستطيع ان تخدم مصر انك تقدم لنا تقرير عشان ما يتكررش الامر ده وطول رعيك لو كان حصل هنا كنا عملنا كذا كان مفروض نعمل هنا كذا ما عملناش من اول كاس العالم لديلوقت بالضبط وتقرير تفصيلي وبالافراد يعني كل لاعب ماذا كان يصدر منه واخطاءه كانت عاملة ازاي ودلالات سلوكياته عاملة ازاي والتوصية به ايه لانك هتلاقي فيه ناس هيبقى التوصية بيها اوع ويعدوا من قدام الفندق اللي فيه المنتخب لاحسن يعدوه ممكن يقولك ده مش دوري انا هقولك العيوب وانت حر فيه يعني عشان ما نشدش عليه قوي دي اصلها هيقول روجة نظره لانه انا بقولك هو عاصر الفرق والله اذا عمل كده بكاتر خيره عاصرهم في بطلتين لكن انت نفس الاسماء بنفس الاسلوب بنفس النتائج توصلك ما هو القاوم الرئيسي في الاخر هو اللي لعب بالضبط مش هيكون كفاية هو مين الجديد ايمن اشرف مين الجديد يعني اللي داخل على المنتخب لا هو ليلين بس انت مش مين مين محمود محمود علاء محمود علاء وايمن اشرف لا اللي لعبه ودونج ودونج اتي تلاتة اربعة يعني في الكتير لكن القاوم الرئيسي هو هو اللي كان في كاس العالم يعني نتمنى نتمنى لانه كان نفسنا نكون بكرة موجودين في الملعب بكرة تسع مساء في استاد القاهرة يزدل ستار على كاس الأمم الأفريقية وتودع مصر أشقائها الأفريقى في مباراة ان شاء الله تكون كبيرة جدا بين محارب الصحراء الفريق اللي بيلعب بدرجة حماسة تعدل عشرة من عشرة يعني هي دي روح من اول يوم ومن أول مباراة لحد موصله النهائي الناس كلها تقييمها لم يختلف على أداء الجزائر حتى المتشاط اللي كثبتها بصعوبة بضربات جزائر وبتاع كان واضح أنه ليه على الأفرهند فيها أو اليد العلي إذن هو أداء ينتزع الاحترام وكنا طالب بمثل انتزع الاحترام وممكن ما تكسبش عن سقاف لك برضه لكن إنت حتى فقدت الاحترام قبل أن تفقد المباراة ففقدت المباراة صحيح فاخسرت كل حاجة صحيح فلما كان يطلع حد يتكلم يقولك أداء خط الوسط كانوا يتكلم حتى من ناحة الفنية بشكل فيه سهانة بالمتاخ واخد بالك صحيح عارفين عارفين واضحة يعني عيوبنا كانت واضحة الجزائر بتؤدي باحترام وبتنتزع الاحترام كسبت ما كسبتش فريق الأفضل في هذه البطولة طيب أنا عايز أقول حاجة لأنني ملاحظ أن الأفاعي اللي بتلعب في العلاقات وبتسمم الأبار بدأت تاني تبان وتبخ سمها قبل 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 أنت تنبهت لدي فعلا محتاجة تحذير للجماهير الجزائر كفريق وإدارة ومسؤولين ومعظم الجماهير مقدرين جدا 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 وقفت المصريين معهم وتقدرهم لهذا الفريق صحيح الإعلام وقف جنب الجزائر تقديرا واحتراما الجماهير في المجمل إلا بعض أصحاب النواية اللي هم عايزين يبوضون أنا لفت نظري حسابات كتيرة مضروبة يعني حافظنا راجع أحركت مصر أحركت مانياتي بعد في التنظيم خلاص رابح مجر رابح مجر شكرا للمصر شرفت العرب الماضي بيقول إيه بيشكر المصريين صحيح كل الناس إذن من فضلكم يطلع لك بقى حسابات مغلوطة مضروبة واحد عامل نفسه جزائري إحنا جايين عشان نكسر وجايين عشان نعمل وكلمتين هجوم دي حسابات دي حسابات مدسوسة مغرضة جداً من تيارات معروفة من تيارات معادية للإستقرار مصر ومن تيارات لا يسعدها أبداً نجاح مصر بالشكل الرائع والمبهر في تنظيم البطولة فعلى الجميع أن يتنبه إحنا صحيح بنظم بطولة للأمم الأفريقية وقفين مفترض على مسافة واحدة بين كل المتنافسين لكن بقلوبنا وبأرواحنا وبمشاعرنا كلنا نتمنى الفرحة للجزائر وكلنا نتمنى لأن البطولة تبقى عربية إن شاء الله لكن نحترم كفاح ونضال وأداء ومجهود سادي وماني ونجوم السنغال المباراة في الملعب فأتمنى أننا بكلامنا لجماهيرنا أنا عايزة أتكلم لجماهير الجزائر وإحنا في اليابان لاحظنا أن كل الفرق فيه يابانيين بيشجعوه فهما كانوا مقسمين الطلبة بتوع المدارس والجامعات اللي بيحضروا مطشات أنتوا تشجعوا متخب مصر وأنتوا تشجعوا كذا وأنتوا كذا غداً حتجدوا الغالبية العظمة بتشجع الجزائر وحتجدوا مجموعة أخرى بتشجع السنغال حتشجع السنغال ونحن نحتضن كل أشقانا في البطولة أفريقية أو البطولة أفريقية أرجو أن تتقبلوا هذا الأمر وأرجو أن تعلموا أنك جزء من احترامنا لكم تقدرنا للحس المسؤول بتاعكم عايزين كلنا نتحلى بالمسؤولية بكرة عايزين كلنا نخرج قدنا في إيد بعض أقهم الأول وبإذن الله الكأس تروح لمن هو أقدر وإحنا قلنا رأينا فنتمنى غدا المشهد يكون على قدر الافتتاح على قدر الختام تكتمل الصورة وإن شاء الله توديع مصر أشقاءها الأفريقية بكل الحب مع إزدال الستار غدا إن شاء الله دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في الحادية عشر مساء الاثنين القادر إن شاء الله أسبوع لكم اشتركوا في القناة